اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والجماهير وما بينهم مدربين ولاعبين رائعين مليون مبروك يا اهلي ودايما مشارطة اشتركوا في القناة هذه هي القعدة وليس الاستثناء حلقة جديدة من رقم عشرة وفيها النادي الاهلي في نهاي دور أبطال أفريقيا للمرة الخمسة على التوالي للمرة السبعة في آخر تمن بطولات هذه القارة هذه البطولة التي يمتلكها النادي الاهلي يمتلكها وليس وليس يستأجرها هذه ملك للأهلي النادي الأهلي العادي بتاعه ان يبقى في نهاية دورة يا أبطال أفريقيا اي حاجة تانية استثناء خلاص القارة اعتادت احنا بقينا نقول فأول البطولة الأفريقية مش احنا بس كل مشجع الكورة في القارة كل عندية القارة مين هيلاعب الاهلي في النهائي مين هيلاعب النادي الاهلي في نهاية دورة أبطال أفريقيا وهو على وشك نادي الترجي 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 التنسي المباراة في نهايتها أمام سانداونز زهابا ايابا فايز على سانداونز واحد صفر واحد وواحد نرجع للأهلي النهاردة اياب نصف النهائي على استاد القاهرة الدولي استاد الرعب جمهور الرعب جمهور النادي الأهلي العظيم اللي كان موجود النهاردة بيملى المدرجات بشكل رائع كالعادة يساند ويدعم اليوم الأهلي يفوز على مازنبي بسلاسة أهداف مقابل لاشي بعد ما انتهت مباراة الزهاب بالتعادل السلبي الأهلي يصل للنهائي بأهداف محمد عبد المنعم وهو سامة أبو علي وأكرم توفيق كل حاجة النهاردة حلوة في الأهلي كل حاجة النهاردة حلوة في الأهلي تحديدا النصف الثاني من الشوت التاني لأهلي بدأ المباراة بشكل كويس نهى الشوت الأول بشكل مش كويس بدأ الشوت التاني مش بشكل حلو قوي أنهى الشوت التاني بشكل رائع جدا دي المباراة الأكسائية دي الزروف اللي فيها وده الحال اللي فيها الأهلي ما عملش مباراة مثالية لكنها مباراة جيدة ومرس الكولر النهاردة أدار المباراة بامتياز على مستوى التشكيل وعلى مستوى التغييرات الأوليلة ليه؟ تغييرات الأوليلة النهارة إمام عشور كهربا الباقي كان بيجتهد والباقي ماشي بشكل كويس هيقصة مش تغييراته وخلاص أول حاجة نشيط بيها هي المدير الفني للنادي الأهلي مارس الكولر مدرب عظيم وده رأيه هو الأهلي بيخسر وهو الأهلي بيتعصر وهو الأهلي بيكسب وبيشيط بطولات مارس الكولر مدرب من أفضل الأجانب اللجوم مصر وممكن يعني من عندي أنا دي بتاعت أنا دي وجهة نظر أنا يعني وجهة نظر كريم مش لازل تاخد بيها إنه ده أفضل مدرب أجانب جي مصر بالمناسبة النهاردة قصر رقم قياسي لمنول جوزي هذا المدرب التاريخي العظيم للنادي الأهلي منول جوزي كان عنده 19 مباراة متتالية مع النادي الأهلي أفريقيا دون هزيمة اليوم مارس الكولر 20 مباراة مع النادي الأهلي متتالية أفريقيا دون هزيمة مدرب كبير مدرب رائع مدرب ما عندهش مشاكل شخصية مع اللاعبين زي ما بعض الناس بتحاول تروج لده بتحاول تبيع ده بتحاول تبين إنه الراجل خلص مع النادي ده عارف الكلمة دي دايما يقولك جاب أخره الأهلي ماحتاج يغير مع تعادل مع تعصر مع هزيمة من الزمالك لا المدرب لازم يتغير يقولك أصله بيعند أصله بيحب ويكره طيب أفضل اتنين اللعيبة في الأهلي النهاردة هما ما قيل عنهم أن مارس الكولر يقراهم ما بيحبهمش أكرم توفيق وإحمد عبدالقادر الاتنين عملوا مباراة عظيمة جدا أفضل لعب في المباراة طبعا النهاردة هو أكرم توفيق أحمد عبدالقادر أدى بشكل رؤى جدا أنا بقالي سنين سنين ايه أنا تقريبا أول مرة شوف أحمد عبدالقادر بيلعب 90 ديئة بنفس المستوى دي حاجة نادرة جدا طيب إيه اللي خلي أحمد عبدالقادر النهاردة يلعب بنفس المستوى إيه اللي خليه يلعب النهاردة بنفس المستوى أحمد عبدالقادر إنه اتقرص لا أنت لعيب حريف أنت لعيب استثنائي في الكورة أنا وعيا اللي زيك دي ما بقتش موجودة بس لو ما لعبتش لصالح الفريق هتقعد حبة حلوين وده اللي حصل نزل النهاردة بيأكل النجيلة أكرم توفيق أكرم معروف إنه لعب راجل ولعب مخلص وعمره عمره ما كان عنده أي نوع من أنواع الرعونة في الملعب ورغم كده ما كانش بيشارك الفترة اللي فاتت ليه عشان أدوار كان بيحطها له المدرم ما كانش بينفزها بشكل مثالي أحيانا ظلموا مرس الكولر تيك تيكيا لما أشركوا في مركز 8 أو مركز الزهير أي من هو أفضل مكان مثالي الأكرم توفيقه والله في النهاردة رقم 6 اللي قدام من الأربع مدافعين ده المركز المثالي الروح والإخلاص والقلب عنده أكرم كده كده الأمور الفنية والتكتكية والخططية لازم تشتغل مع أكرم توفيق بأسلوب معين ربنا كلل مجهوده العظيم أكرم توفيق في مباراة اليوم ويادر يسجل آخر أهداف المباراة أكرم توفيق امتياز النهاردة أحمد عبدالقادر رؤى ونجي بقى عند حاجة ما كانتش موجودة بقالها سنين في النادي الأهلي نسناها في النادي الأهلي بقينا نتذكرها ونقول ياه ياه لما كان الأهلي عنده مهاجمين النهاردة النهاردة الأهلي عنده مهاجم اسمه أسامة أبو علي أخيرا النادي الأهلي عنده مهاجم أنا مش فاكر آخر مرة إمتى قلت الأهلي عنده مهاجم من أيام عماد متاب مع كامل كامل احترام لكل اللي عدوا عن نادي الأهلي بعد عماد متاب بس مهاجم من نص فرصة يختف لك من ربع فرصة يختف لك بيتحرق صح بيدغط صح بيلعب دماغه صح بيلعب برجله صح على فكرة وسامة أبو علي لسه ما جابش أعلى مستوى ليه بس الحاجات اللي انت بتشوفها من وسامة أبو علي دي اللي هي مثلا خمسين في المية من مستوى انت أصلا ما كنتش بتشوفها في مية في المية من مستوى مهاجمين كتير اللي عبوا في النادي الأهلي ما عندهمش ما عندهمش القدرات دي بتاعت المهاجم الحقيقي فالدنيا زبطت إمام عشور يا دوبك نزل وولع المباراة رجع من إصابة غير من شكل أداء النادي الأهلي إشادة كبيرة جدا جدا بمحمد عبد المنع مرابي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول على المستوى الفردي ولكن ما زال النادي الأهلي في منظومته والدفاعية منظومة التكتيكية والفنية في كثير من الصغرات اللي لازم مارس الكرة يتعامل معاها كتير يعني كوكا النهاردة عمل مباراة جيد بيرستاو عمل مباراة جيد عامر السلية بيرستاو أفريقيا كرة عدد ثلاثة أربع مرات قدامنا وإحنا مش شايفين حاجة وعملين أنه الكرة هتحس بجومك كده كده مية في المية فجأة لقينا الحكم بيعمل الحركة دي ورايحها الفار إيه ده الكرة فيها حاجة ترجع لنا بقى نفسك أسخب بالك الكرة دي لو دخلت انسى بنسبك بيلاقوا إن الأهلي كان هيرجع بهدفين صعب جدا ليه؟ فيه العمالة ضايع وقت بيقعوا كتير بيقفوا كويس في الدفاع لو هم مش عايزين يعني هيتعبوا الأهلي مكنش الأهلي هيصعد من الأي آخر يعني الست المحترمة دي حكم المحترمة دي ماريا ريفت قالت للحكم حكم الساحة تعالي فيه لمس اليد على لعب مزنبي بجد أو بجد صعبة صعوبة صعبة صعوبة اللقطة والله العظيم يعني يقول لك ما يجيبها اللي رجالها النهاردة ما يجيبها اللي ستتها دا احنا دايما بنلوم على الحكام في أفراقيا ونقول دا احنا ما عندناش حكام في أفراقيا النهاردة والله ايه تاخد جايزة جايزة الحكم المحترم جايزة الحكم اللي عنده ضمير لقطة مليون جنيه هي اللي غيرت المباراة بص الكرة دي لو داخلت جول كلاهلي خسر المباراة اتلغى الجول الاهلي رجع للمباراة وحماسه فرقة مزنبي وقعت مع نويا هب بطاك جول فرقة في الثاني في الثالث خلصة المباراة سبحان الله سبحان الله مش هننساها احنا الحكمة دي عمرنا ما هننساها طيب واحد كمان اشدت بيه كتير الفترة اللي فاتت وعشيت بيه النهاردة بصراحة يعني مصطفى شوبير مصطفى شوبير هذا الحارس الامين اللي بيشارك في ظروف في منتهى الصعوبة في اوقت صعب في مباراة كبيرة مباراة مضغوطة بييجي بعد محمد الشناوي بيتقال عليه من احمد شوبير حارس صغير بيلعب تحت ضغط جماهيري في مصر وخارج مصر كل الظروف دي ما تخليش ابدا ابدا حارس مرمى في سبع مباراة متتالية افريقية منهم مباراة في منتهى الصعوبة يخرج بشباك نظيفة سبع مباراة على التوالي مصطفى شوبير بشباك نظيفة افريقية مقدرش فريق يوصل لمرمى النادي الاهلي وما بين السلاس خشبات حارس امين اسمه مصطفى شوبير يا سلام عليك يا سد يا عالي يا سلام عليك يا سد يا عالي هذا البطل بمنتهى الهدوء بمنتهى الحماس والرجولة والتركيز والثقة في النفس والشخصية القوية قدر يقود النادي الاهلي لنهاء دوري ابطال افريقية ولو هناك فضل اول بعد ربنا طبعا في تشكيلة النادي الاهلي والجهاز الفني فضل في سعود الفريق للنهائي فهو مصطفى شوبير احقاقا للحق برافو مصطفى شوبير برافو وانا هكلمكم بصراحة بكل امانة بكل امانة انا بالنسبالي محمد الشناوي ده واحد من اعظم حراس المرمى اللي جون في تاريخ مصر مش بس النادي الاهلي حلو ده رأي ملوش علاقة بمصطفى شوبير بس العدل العدل بيقول ايه بيقول ان مصطفى شوبير لازم يكمل بطولة الاخر احقاقا للحق يعني بص لو مصطفى مثلا كان لعب مطش حلو ومطش مش حلو ومطشين حلوين فانت هتقلق لما يلعب النهائي تقول ايه لأ مش محتاجة مخاطرة دي لأ محمد شناوي نلعب في المضمون بس الراجل ما اصرش واحد في المليون ما عملش غلط فعلى الاقل تكريما لمجهوده مش انت مش بتكرر من واحد وحش تكريما لحارس تكريما لحارس كبير ومجتهد وقادة وعمل رقم كبير سبع مباريات بالشباق نظيفة انه يلعب المباراتين في النهائي ويرجع الشناوي اساسي على فكرة بعد كده ما فيش خلاف على ده يعني وارد انه شناوي يرجع اساسي ده حارس مصر الاول ما مش معا انه هو اصيب بقى هو حارس مش كويس وشباق حارس كويس لا تاني انا بس عايز الكلام يبقى واضح طبيعي ان الشناوي الحارس الاول النادي الاهلي تيبو كورتوه يتصاب لانه يتقلق مع ريال مدريد بس تيبو كورتوه هيرجع يلعب اساسي عادي ما فياش دي بس على الاقل البطولة دي بتاعت مصطفى شبير على الاقل يعني بطولة افريقية دي بوسان داونز والترجي صعد للنهاية هيواجه النادي الاهلي فيه المباراة النهاية نهاية عربي خالص رامي ربيع كمان كان ظلم في بعض الاحيان تحديدا في مباراة الزمالك على فكرة عامل موسم رائع جدا مع النادي الاهلي مباراة الزمالك النهاردة بس او مباراة الزمالك وقتها بس كان مش في افضل مستوياته بخلاف ذلك هو عمل موسم رائع جدا عبد المنعم كالعادة مميز علي معلول مميز محمد هاني رائع جدا محمد علي من العيب اللي توظلم برضو في كسير من الاحيان ولكنه بيقدي مستوى ثابت مع النادي الاهلي عودة بيرستاو كمان في تشكيلة النادي الاهلي يديت قوة كده وحاجة حاجة تحس ان الفرقة فائت بعودة بيرستاو يعني من اليوم مبروك للنادي الاهلي اليوم كله عن النادي الاهلي النهاردة الحلقة الخاصة دي للنادي الاهلي وسعوده ليه المباراة النهائية معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا خابرنا التحكيمي يا كابتن جهاد مش شرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي كريم سأل خير علىك وعلى كل مشاهدينك مساء النور يا فندم رأيك كيف تاكم تحكيم مباراة اليوم بين الاهلي ومازينبي بشكل عام بص بشكل عام بيتر كماكو النهاردة عمل مباراة جيدة جدا والنهاردة مفجرة المباراة اللي أنا انبسطت منه جدا كماك سوف تاكمت تقنيط الفر في المباراة لكن في الآخر تحكيم النهاردة قام بمباراة محترمة جدا تحت مية النهاردة اللقطة بتاعت تدخل الفار في الكرة اللي فيها ضربة أو فيها هدف لمازينبي كرة صعبة جدا يا كابتن جهاد احنا وإحنا منفرج على المباراة في اللايب محدش شافها تقريبا يعني ما هو دعا اللي بقول عم التميز النهاردة الماريا ريفت إنها تجيب لقطة حكمية أولا الهدف ما فيش فيه أي شو بالتسلل تسلل نهائي في الهدف تقال اللي اللعب كان متعمل بالأحرز الهدف وللعب الكرة كمان ما فيش تسلل نهائي نيجيب لقطة كده ليد اللعب اللي في فضع طبيعي وتلمس وكرة تلمس الإيد من المنظر ده وبعد كده الحكم تكتشف ده وتجيبه للحكم ويصوفها بصورة جيدة في زاوية جابت رؤية ما كانتش واضح كان فيه زاوية تانية واضحة تماما إن فيه لمس الاتجاه في نسبة تتكلم على لمس اليد إنها الكرة تغير اتجاهها مش شرط إنها تغير اتجاهها بإحنا الأحوال ده مش معيار نهائي لكن مجرد تجمس اليد وتمشي في نفس الاتجاه يعاقب عليها اللعب لمس الاتجاه وبالتالي نتكلم تمايز كبير من حكمة البار ماليا ريفيت ولحلوا بمباراها من على البار وقرار صحيح من حكم مباراة بيتر كماكو بإلغاء هدف مزينبي وده القرار المباراة ده القرار اللي غير مصار المباراة تماما هو قرار صحيح والغير هدف كان للغاء صحيح إضاءة الوقت النهاردة كان كثير أقوى كابتن جهاد لو كان لقدر رؤل أهل يتعصر النهاردة كنا نتحدث كسير على موضوع إضاءة الوقت الحكم إزاي تدخل في هذه الأمور هو بصراح حسب 7 دقيقة في الشوط الأول و12 دقيقة في الشوط التاني 19 دقيقة تقريبا بس كمان أنا أتصور أنك هالوقت ضيئة أكتر من كده إزاي الحكم يتعامل في المباراة مع هذه الظروف أو مع اللعبين اللي بيتعمدوا إضاءة الوقت طول الوقت بصرا كريم هو بيتر كماكو النهاردة يتعامل زي أي حكم ممكن يتعامل بصورة إيجابية في موضوع إضاءة الوقت أول حاجة بيحذر تحذير الشديد ويحذر تحذير تاني وبعد كده الإنذارات هو عمل ده مع الحرس المر يعني حذر مرة ويكلمه المرة التانية وبعد كده يدع له الإنذار هو ده الإجراء اللي أي حكم ممكن وفي الآخر هو بيضيط الوقت بضل الضيع اللي أنا يعني يعني إلى حد ما مش نختلف معه كتير 12 في الشوط التاني وسبب الشغل الأولاني هو برضه أضاف الوقت بصورة صحيح حتى لو قال كان تعثر وتكلمك إن الراجل عمل بصورة جيدة جدا في الوقت بضل الضيع أينما كانت حاجة مستفزة كتير جدا من العجم الزمبي لكن هو تعامل معه بالقانون اللي ممكن في الحدود اللي ممكن يتعامل بقى بالنسبة للقانون لو حذر وبعد كده يروح يدي انذار ولو حذر مرة ثالثة هدي كارت انذار تاني وكارت أحمر هو ده الإجراءات اللي ممكن أي حكم في الملعب يعملها مش عامل أكثر من كده في الملعب وفي الآخر بتضيف الوقت بضل الضيع لمستحق لضعف المباراة وبالتالي أنا شايف إن الراجل في النقطة دي هو عمل لجراءاتي لأي حكم كان ممكن يعملها مكان طيب كابتن جهاد عايز سألك توقعك لحكام مباراتي النهائي مين شايفهم الأفضل لوقت على الساحة ممكن يديروا مباراتي الأهلي والطراجي قبل ما روح لك للمبارات كان لازم يتميلي استدعاء ويدي كارت أحمر وباش للضرب في الواكهب العلي معلوم المنظر ده ما ينفعش يتعدي بإنظار وبالتالي كان لازم تدخل من حكم الفقر هرجالك بقى للسؤال بس كتر خيرها برضو يعني أنا أنا أنت حلاح راجب تتكلم على فكرة أنه لقطة تحكمية مهمة يعني بس راسود هي بشكل عام كتر خيرها عشان أنقذة الأهلي النهاردة في الهدف لا أحب المتحدة لو الأهل تعصر لو الأهل تعصر النهاردة في المباراة هتبقى لازم تحكمية مهم بصح زي ما لقطة الأفغال هدف مهم فبالتالي تحكمية مهمة كانت ممكن يعني نختلف معها فيها لكن في الأخير هقولك إنها خطأ بس غير مؤسس في النتيجة ده مهم ده من الحظاها هي بس هي عملت مباراة جيدة النهاردة هي وطام التحكم بالجام عظيم المباراة ده أنت تسأل على الترجي والأهلي نهائي عربي عربي الخيارات قبل كده في الاتحاد الأفريقي دايما بيجيبوا حكم عربي لماتشم ماتشين وحكم أفريقي لماتشم ماتشين فتوقعي هيبقى في حكم عربي غالبا بنسبة كبيرة هيبقى مصطفى غربال في شمال الأفريقي هو اللي هيبقى موجود في ماتشم ماتشين وتوقعي هيبقى في حكم من الحكام الأفارقة اللي موجودين مرشحين كسر أعلم برضو في مطش في مطشين طبعا الحكام المصريين والتوانسة مش موجودين المغربة اللي موجودين دلوقتي مش مؤهلين ان يحكم مطش زي داع مش حكم مغربي مرشح كاس عالم اللي مرشحها حكمة مغربية فغالبا النهائي في المباراتين الاثنين هما من ضد الحكام المرشحين لكاس العالم وبالتالي بقول لك حكم معربي في مطش وحكم أفريق في مطش غالبا مصابة غربال هب أول ترشح أو أول حد يتم اختياره طام جزائري يتم اختياره مطش مصري تونسي وهتلاقي في حكم في أي زون بقى من الزونات من مرشحين لكاس العالم حكم أفريق في مطش ومطش مين بقى ياخد الزهاب من ياخد العودة بس هو ده توقع ان شاء الله المطش الذهاب والعودة بالنسبة لنهاية دورة أفريقية ان شاء الله كابتن الكبير كابتن جاد جريشا أنا بشكرك شكرا جزائع على هذه المداخلة بالمناسبة بحسب الموقع الرسمي للفيفا فنشروا من شوية ان خلاص كده الترجي وسونداونز هيتأهلوا هم الفرقتين يعني هيتأهلوا الى كاس العالم الأندية 2025 طبعا بصحبة النادي الأهلي وصحبة نادي الوداد المغربي دول الأربع فرق اللي هم موجودين في كاس العالم الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 بحسب تصنيف للتحاد الأفريقية الأندية ومبراياتهم في دورة أبطال الأفريقية كده الأهلي الترجي وسونداونز والوداد المغربي في كاس العالم الأندية 2025 ما اليوم مبروك أيضا لنادي الترجي التونسي نهاردة يدر يفوزوا على سونداونز بهدف دون رد في جنوب أفريقيا بعد ما فازوا في مباراة الزهاب في تونس بنفس النتيجة مباراة كانت مسيرة جدا بصراعة سونداونز ضيع الكثير من الفرص الصعبة جدا ولكن الترجي بيلعب بعملية منذ دور التمانية تحس الترجي عارف هو عايز ياخد ايه من كل المباراة بشكل رائع جدا على فكرة عنده مشكلة كبيرة جدا الترجي هجوميا ما عندهش نجاعة هجومية كبيرة بس بيلعب دلوقتي بأسلوب دفاع قوي جدا بشتغل على تحولات بشكل رائع جدا فرحان جدا الترجي يوصل للنهاية يلعب مع النادي الآلي في نهاية عربي خالص جدا اتنين كبار جدا في الكارة الأفريقية لما يلعبوا مع بعض في المباراة النهاية ان شاء الله نشوف مباراتين ممتعتين بإذن الله بين الفريق المصري الكبير والفريق التونسي الكبير وبالتأكيد نتمنى الفوز والصعود للنادي الآلي احنا سمكملين مع حضراتكم كلام كتير عن هذه المباراة مباراة الأهلي ومازين بالنهاردة في قيام نصف نهائي دولة أبطال أفريقيا وسعود النادي الآلي بعد الفوز بسلسية نظيفة إلى نهائي البطولة أمام فريق الترجي التونسي بعد الفصل هشرفني وينوارني الكبتن الكبير كبتن أحمد السيد نجمع النادي الآلي السابق خليكم معنا يعلن بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني واحد من كباتن النادي الآلي الكبار الكبتن الكبير كبتن أحمد السيد كبتن أحمد مشرف ومنور دايما سعيد عبيب يا كريم وسعيد بوجودي معاك النهاردة دايما وشك حلو عبيب يا رب نكرر الحمد لله صح كده ناكونا مع بعض من أربع تياف دايما وشك حلو على الآهلي يعني النهاردة الأمور كنت هتتصعب الشوت الأول خلص تعادوا سلبي الشوت الثاني سجله هدف مازينبي وتلغى بعد كده الأهل انفجر يعني شفت المباراة زي بص هو يعني أنا كنت معاك الأسبوع اللي فات قولنا كلام قلت الفرع الأفريقية أما بدخلها معاك في الجيمبي المطش بتصعب صح أما بيجيب فيها جون خلص المطش خلص المطش خلص المطش خلص المطش خلص المطش مثل كولر بدأ بتشكيل ما ينفعش بقى فيه تنوية لازم تهاجم من على الأطراف إنت الثلاثة رف نص الملعب عندك الثلاثة شبه بعض أدورهم دفاعية أكتر منهم يعني شوية عمر السلية ممكن يعني بس بس أنت عندك الثلاثة دفاعيين أوي السن مش هيساعدهم صح عكس إمام مثلا يعني أكرم دفاعي وكوكا دفاعي كوكا بصير كويس بس من بعيد يعني ما بيكملش فرقب معك أوي فأنت مضطرر أنت بتهاجم من على الجناب سواء بيرس تاو سواء عبدالقادر المدارب بتاعهم فيهم كده بدأ يقفلك الجناب كنت عبدالقادر كان بواحدة على واحد على طول بدأ عبدالقادر يبقى على طول فيه اتنين على واحد بيرسي بيرسي تاو نفس الكلام بيروح بالكرة يلاقي اتنين رحوله فخلص بيبقى هنا وهنا مقفولة بالنسباله يعني أنت كنت لازم تبدأ المرش لازم كان يبقى التلاتة في نصف المرعة فيهم قفشة لازم يبقى عندك الحلو اختراق من النص لازم عندك ناس بتشوت عشان برضو التكترات اللي عاملين هم فرقة كويسة جدا ومدارب بتاعهم كويس جدا وبيقفوا صح بس يا برضو يا كابتر احمد هتنقش معاك يعني فرقة خطيرة جدا في التحولات الهجومية خطيرة جدا فهو أتصور أن هو برضو كان على أمن ده أصوات برضو مزيم بالنهاردة لو لقدرة زي الجول اللي تجابوه دوت وتلغى لو خطف فيك واحدة انت باي باي فالأحسن أنك تبقى مأمن شوية أكتر ما تاخد المخاطر الكلام ده بس لو انت خسر الواحد سفر في مزيمبي وتقولك طبعا كان لازم يبدأ بقى عكس نتيجة سفر و سفر دي نتيجة صعبة جدا ما هو بالزبط جدا يعني يعني انت لو متعدل واحد واحد برا سفر و سفر أنا خلاص تسعد سفر و سفر دي نتيجة عادية جدا فانت لازم تبقى عندك المبادرة انت اللي تبدأ انت لو برضو بيفكر نفس التفكير انت لو هاجمت هو مش نفتح حطوطه لكن انت بتلعبه بتلاتة في نص الملعب وبتهاجم بتلاتة بس فهو عنده أريحية انه يبدأ يهاجم وعمل تحولات لكن انت طبعا شاف النهاردة يبدأ بقى عبشة بدل عمل السرعة اه انا شافت كان لأ يعني حد في نص الملعب بيبقى لعيب كرة شوية بيعرف يوصل وسام انت مش عارف توصل لوسام لان اه جدا جدا وصعبة جدا شاف انا قلت النهاردة شافت تفي معاه او لا انا اخيرا شايف الاهل مهاجم انا انا قلت كنت معاك للمرة فاتي قلت انا انا يعني انا وسام شايفه ان هو لعيب كويس جدا ومبشر هو بس الاصابات اللي بيجله كتير دي اتعطل يعني مسيرته شوية لكن من المهاجمين المحترمين بيتحرك كويس كرته حلوة جدا بيقف ع كرة كويس قوي هيدرز كويس بيطلع يعني هو ما ينساجم مع الفرقة برضو هو كان بيلعب برضو مش في مصر بيلعب في أوروبا بيبقى الموضوع صعب شوية ما بيجي لعب في مصر الموضوع مختلف شوية فمع الوقت هيبدأ ياخد مطشط هيبقى مهاجم كويس جدا النهاردة اكرم توفي عمل مباراة بيلاقي كويس جدا انا هي المباراة دفاعية الاكرم يعني هو عمل دوره الدفاعي صح لكن التكملة الهجومية مكتش موجود دي برضو فرقت شوية انت برضو انت بترعب على أرضك وقاس تكسب لازم عندك زيادة هجومية انت بتهاجم بتلاتة بس بس فيه كورة عملها حلوة قوي يعني استيست الباص حلو بيرستاو في الشروط الاول لما تهدم شوية ودى سرور بيرستاو وجاب الجول في نهاية المباراة موادي زيادة هجومية بس زيادة هجومية يعني طفيفة ما انت برضو يعني انت مفوض النادي الاهلي بيلعب مزين بي هنا مفوض النادي الاهلي هو اللي ياخد المبادرة وهاجم انت بتأمن انت خايف من ايه يعني انت خايف من ايه انت خايف تهاجم ليه فانت الطبيعي جدا انت اي فرق بتيجي على استاذ الكهرة مع كامل جامير اللي كان موجود ده لتخطى السبعين الف لازم المبادرة تبقى ليك لا هو النارده كان فيه تحفز من كولر اوي كان خايف اوي من فريب مازين بي وده بن ان 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 انت بتلعب بتاته في نصف الملعب بنفس الموصفات موصفات دفاعية فانت بتلعب بتوازن انت خايف لكن انا مكتش عايزه كده النهاردة انت تلعب بعدين مكتلعب اربعة اربعة اتنين اربعة اتنين اتنين تلاتة واحد وتهاجم وتعمل زيادة وفي نصف الملعب يزود ورا ورا المهاجمين الفرقة اللي قدامك الافريقية بدليل انت ما جبت الجون الفرقة انهارت مع انها لو اتعدلت كان يوصله بس انهاره خلاص بس السبع مباريات على التوالي بالشباك نظيفة ده يحسب لمرسل كلها الاكيد طبعا في افريقيا ده حاجة كويسة جدا بس انا انت برضو انت كبير افريقيا انت اللي بتعمل السيستم انت اللي بتهاجم وبتخلي الفرقة كلها هي اللي بتغير خططها بسببك مش انت بتلعب على خطط الفرقة التانية فماشي ده حاجة كويسة دفاعية انت بتدفع كويس بس برضو ما عندكش الشراسة النهاردة ان انت ممكن تكسب يعني ما عندكش الشراسة انت عايز تكسب اه بتهاجم انت الشرط الاولاني فرصك ايه فرصك يعني كانت تكون معدومة بالنسبة انت تتعرف سادة الكوارة لكن بعكس فليب مازين بالشروط التاني اما دخلت معاك في الجيم ودخلتها في الجيم بدأت تضايع اهداف كتير ومسكين كرة عليك في نص الملعب فيعني الحمد لله النهاردة الاهل يصعد طبعا مبارة صعبة وما نستهونش بمريات الترجي هجيلك عالترجي بس هاي سألك كمان النهاردة على حمد عبداليقاتر رايك في ايه بدأ يعني السكة بدأت ترجع له يعني هو برضو بقاله فترة ما بلعبش اه بدانيا مش احسن حاجة فانت برضو يعني العبا ما تكون برضو فقد السكة وبدانيا تفرق معا جدا هو مسك كوررا بدأترجع له السكة بس هو البدن شوية بتاعه لو لو تحسن هيبقى احسن من كده خلط فعلا نادي الاهل النهاردة محمد هيني عبدالماين عمر ربيع علي معلول ممتازين نهاردة الممتازين احلى المبارات اللي عملوها النهاردة اه مهاجمين بلعبوا على اليوم اقوية جدا مميزين لعبة كرة اه كل المواقف باستثناء الجنل اللي تلغى كل المواقف فهم مميزين فيها النهاردة رامل ابيع حسيته انه الظلم بعد مبارات الزمالك يعني الناس كلها هجمته بشكل كبير جدا بس بيقدي بقاله فترة مع النادي اللي بشكل مميز جدا اه بس هو يعني اه كان كابتن حسن الحمد لله ما سيوي الخير كان بيقول لنا ايه بيقول لك كرة القدم لا تعترف في اسبوع مضى الناس الناس بيبص عطول اللي انت فيه يعني انت لاعب ماتش زمالك كويش الماتش اللي باعده رعب كويس الناس كلمت عليه كويس فهي اه هي سبحان الله القدر ان انت ترعب في النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي عندها كبيرة ان انت لازم تبقى عطول في التوف فورم بتاعك لازم عطول تبقى قوي لازم عطول تكسب انت عودت جميل الاهلي على كده ان انت تكسب فهما اي اخفاقات بتحصل بيبقى مش متقبلنا بس كابتل احمد انا انا متصول ان انت نفسك تعرضت ده وانت بتلعب حتى اللعيبة اللي هما في المستويات العالية او في اوروبا بيلعبوش يعني بيلعبوا مستوى واحد طول المباراة يعني رومص فيه مباراة لعيبة وحش فانضايك فيه مباراة لعيبة وحش بولو مالديني فيه مباراة لعيبة وحش ستامن فيه مباراة يعني سعب بنبقى يعني رقاسهم بنبقى قاصين جدا بالمقاصين طبعا طبعا قوي يعني زيادة اللي هما ينفعش تعب وحش لازم تراعي ان اللعب ده برضو ليه حياته ممكن يكون هو نفسيا عنده مشكلة في البيت اثرت عليه لكن هو انت تعودت على كده خلاص يعني حتى الجماهير في مصر ما تيجي حتى منتخب مصر تحس ان عايز تكسب لعب البرزيل تكسبها هتلعب هما الجماهير كده هما عايزين يشوفوا مصر وعايزين يشوفوا الاهل والزمالك في احسن حاجة فعالطولة عايزينك تبقى كويس وده طبعا صعب جدا لانه ممكن يحط لعب تحت الضغط ان انت تبقى كويس على طول في كل حاجة دي بتحطك تحت الضغط كبير مع عودة حسين الشحات ووجود ريدا سليم ووجود طهر محمد طهر تفتكر احمد عبدالقادر يقدر يحافظ على مكانه اساسي؟ اعتقد هو هيكمل يعني اعتقد هو هيكمل يعني معارضة سليم كان موجود النهاردة هو لعب اه يعني اعتقد ادى اداء كويس اعتقد ان مستر كولر هيديله عبدالقادر واقرم توفيق من اللعيبة اللي كان مارسي كولر بعيدهم كتير الفترة اللي فاتت الاتنين بيرجعوا وقت ما كان يتقال انه مارسي كولر بيحبه ويكره وفي لعيبة بيقفل عليهم ما بيفتح لهمش تاني النهاردة فتح لحمد عبدالقادر واقرم توفيه بيقده بشكل تاني عشان هو محتاجهم عشان هو محتاجهم هو على فكرة ممكن المدرب يلعب لعيبة هو ما بيحبوهش عشان هو محتاجه بس النهاردة ما تقولت هو مش محتاجه حمد عبدالقادر مثلا يعني معنى اقولك ممكن يعني يعني ممكن هو ما يكونش محتاجه او هو كده واللعاب يحرجه يلعب كواس ويحرجه خلاص بس هو بينه بين نفسه المدرب هو ما يعني هو مش مقتنع بيه لان عمر ما فيه مدرب مدير فن الأجنبي يغلط نفسه هو عالطول شاف ان هو صح ايو ما عشان ما يغلطش نفسه مش هيلعبه ما هو عشان احتاجه انت النهاردة انت نص الملعب عندك التلاتة بلعب مع بعض انت بتلعبهم ليه عشان ما فيش ناس في نص ما فيش مراوان لسه رجعه ما فيش جاهزية وديانج مصاب يعني ديانج ومراوان لو موجودين هم اللعبوا اساسي وامام لسه رجعه هيقعد واماما ما نزل برضو واضح انهم بدنيا يعني زيروا مش قادر خلاص انت مضطر يعني لو مراوان عطية فيه مسلا مستوى خمسين ستين في المية او بدنيا هيلعبه على اكرم توفيق لكن هو حس ان هو ما يقدرش يكمل الموضع اكرم توفيق ده احسن مركز ليه انه يلعب ستة النهاردة لا 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 احسن احسن مكان ليه باكرايت باكرايت اكرم يعني بس اكرم كورته مش حلوة شوية هو اكرم باكرايت مدافع يعني عارف فيه باكرايت عندك بيبقى باكرايت يعني ايه بموصفات محمد بركات بيدافع ويهاجم اسلام الشاطر بيدافع ويهاجم اكرم من اللعيبة اللي هي تعتبر بتلعبه سير دي باكرابع ما هو ما فيش باكرايت دلوقتي يعني في كورة القلم في العالم او باك يعني عمثا باكرايت او ليفت اللي هو بيدافع بس يعني اي باك دلوقتي لازم يكون عنده قداره طبا في طريقة الاربعة دي تعديدا يعني بيدافع ويهاجم كل هي مواصفات يعني هو اكرم بيحاول يهاجم بس طبعا انت مواصفاته الدفاعية 70% ولجمية 30% هو الدفاعي عكس محمد هاني فيه توازن شوية محمد بيقتلع النهاردة عمل كام كوروس وبتاعه بيهاجم فيه ناسكة معلول هجومي اكتر من دفاعي يعني معلول تهوقت حيث ان هو على طول عايز اما كان طبعا اصغر من كده شوية بصحته طير على طول جلبرته هاجم بس ساب معوض نفس الكلام فيه واحد كده بمواصفات دفاعية واحد بمواصفات هجومية بالمناسبة لأهلي محتاج يحسن بسرعة موضوع التجديد لعلي معلول ولا ممكن يشوف حد بديل دي اعتقد هيجدد اعتقد هيجدد اعتقد يعني على المستوى المحلي ما فيش اي حد ممكن عوض علي معلول الا لو فيه لعيب ظهر في شمال افراكيا كده صعب صعب تسيب علي معلول صعب حتى انت عندك جيب كريمة دبيس موجود ما بتعتمدش عليه بشكل كبير يعني يعني انت يوم ما لعبت لعبت عمر كمال فوضع ان هو مش مقتنع بالولد فاعتقد وجود علي لأ ضروري جدا موجود ايه رأيك في المستوى اللي بيقدمه محمد هاني مش النهاردة بس بشكل عام بص علي علامات استفهام كبيرة يعني انت ممكن تبقى مستوىك 7 من 10 ثابت طول السنة طول الموسم ثابت 7 من 10 وما تبقاش 3 من 10 ومرة 5 من 10 ومرة 10 من 10 فهو محمد في حتة كده ان هو فيه ماتشاط بيبقى كويس او فيها والناس خلاص زي النهاردة وماتشاط مثلا كاس على مقندية كل الماتشاط بيعملها كويس ويجي ماتش في الدوري تريه هو مستوى قل فانت اللعب ده بيبقى محاير بالنسبة للجمهور انا عايزك بزيزة المدافعين بص يعني ممكن مهاجم يبقى وحش الناس وقد ده فكرة عن المدافعين انت لازم تبقى كويس على طول صح وهي لازم انت ممكن يبقى طولي لتسعين دقيقة ماشي كويس وفي دقيقة واحدة وتسعين تغلط غلطة خلاص كل اللي انت عملته ضد وتحديدة خاطر الدفاع وحرس المرمى وتبقى عايش على ضغط لحد ما الحاكم يصفر صح فانت محمد هاني لازم تبقى كويس على طول لانه الجمهور انت ممكن تتعادل لو انت المعجمين ما جابوش جون تبقى طلع تعدل لكن ما تخسرش صح هو عليه علامة تستفاهم كبيرة محمد هاني في حتة ان انت مستوى قمي السابت مم الاهلي المفروض هيبدأ يخش في الدوري مع افريقيا يعني مم تفتكر الاهلي اه الدوري ممكن يبعد عنه السنة دي ولا شايف انه اول ما تخسر بيطة افريقيا الاهلي ممكن يركب الدوري عادي لو كم الاصابات اللي موجود دي ما رجعتش لا طيب اصعب لهم راجع كله تقريبا هيب اصعب الدوري يعني انت المشكلة الناس اللي ترجع في الناس سنة بتتصاب اه الضغط جامد جدا يعني انت برضو فيه بطولة السنة دي ضافت زيادة اللي هي السوبر افريقيا دي يعني يعني شايف ان هي عملية حمل زيادة على العيبة مع انه مفيش راحة مع المنتخب هتعمل حمل زيادة انت انت النادي الاهلي كام اصابة الوقتي اصابات عضلية واصابات ركب كتير لقدر رب الناس بترجع الناس تانية بتتصاب لازم تستمر بنفس الاسكوات ده موجود لحد معاك لاخر الموسم يبقى فيه امل تاخد الدوري لو فيه اصاباتها يبقى الموضوع صعب جدا طيب وسامة ابوعلي محاجم النادي اللي هي دلوقتي خلاص واضح انه هو بيثبت اخدامك محاجم اساسي مين المحاجم التاني انا شايف انا شايف كهرباء دلوقتي خلاص انا شايف مودست بقى صعب جدا يعني مودست يعني يعني ميجيوا عليها على مثل فهم كبيرة جدا 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 ليه بقى انا مش انا معرفش يعني اللي جاب بمودست ده معلش في كلمة يعني لازم لازم يتعاقب لان انت جاب واحد معلش يعني ستة وثلاثين سنة هيلعب معاك قد ايه هتستفد منه في ايه فانا شايف ان مودست لا يعني علامات تتفهم كبيرة جدا 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 او اللعيبة فور هو ممكن تقعد سبعة وثلاثين وثلاثين سنة كمان يلعب بس انت انت جايبه مبطل انت جايبه هو يعني هو خلص الموسم لا هو ما بيلعبش لا 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 هو خلص الموسم مع دورت موند وما تعايدش معنا دي فانت جيبته بعد نهاية الموسم انا عارفاك انا مش بدافع هو مودست رأيي زي رأيك بالزبط مودست يعني لازم يمشي بس اقصد انه انا بحاول احط نفسي مكان الناس اللي في الاهلي او الموديل الفني انا جاي بمهاجم فرنسي كان لسه بيلعب في اوروبا في الدول الالماني مع بروسيا دورت موند اللي كان لحد اخر لحظة السهل اللي فاتت كان بنفس الدولي مع باير مونيخ انا هنا كسي بي انا غلطت في ايه ما غلطتش في حاجة طب انا مسلا دورت موندول مفتول ان هم ايه تاني اقوى فرقة بعد باير مونيخ وباير مونيخ لا يعني السهل اللي فاتت كمان كان هو بعد باير مونيخ من الفرقة الاقوية جدا طبعا ماشي الطبيقة جدا لما انت المهاجم بتاعك وبيلعب اساسي وفي التوف فورما عندك امام يمشي يروح فرقة قال اه اه امو كنتش بيلعب اساسي لدورت موندول يعني حتى لو كده يعني انت انا رولك انا في مصر اه في مصر العيب بيلعب لادي الاهلي وعن 33 تلاتين سنة اه هيمشي من الاهلي الاسبع عقد وخلص ومش هيكمل مش هروح نادي مش هيروح نادي بس اوى ساعتها كان انا مش يكمل الاهلي عندي كم سنة اه 33 تلاتين سنة اه لعبت في الثلاث ايه بعد طبيعي جدا العيب اللي هو العيب الكبير اللي في الآندية الكبيرة ده بعد ما بتخلص لو انت مستواج في الاهلي مثلا تسعين في المية ممكن تتلعب في فرق تاني دي ستين في المية عشان تريد فرق مطلوب جدا والتموح مختلف التموح مختلف انت في الاهلي عايز تاخد كل بطولات الفرق اللي هي في الوسط لا انا عايز اعط في الدوري طيب ممكن استعلك السؤال مش فيه لعيبة بتطلع من مصر هنا بتروح اوروبا بتبقى كويسة جدا في مصر هنا انا بتتلعب في اوروبا ما بتتأقلمش بشكل كويس واتلعبش بشكل كويس مش ممكن موديست يكون بس القصة كلها قصة التأقلم ما عارفش التأقلم هنا لا بص انت بدانيا مش قادر انا مش بدفع عنه تاني لا لا مش هجاء الدفاع هو السيفي بتاعك كويسة كل حاجة بس انت ممكن واحد يبقى يعني مثلا وسامة ابو علي انا بنتكلم عليه من قبل ما يجيب الجنو النهارده انه هو مبشر وبيتحرك وبيجري موديست بحيث انه هو نازل في الملعب بحيث انه هو مش داري هو فين وبعدين ولا عنده لياقة ولا عنده ليونة ولا عنده اي مرونة في جسمه ولا اي حاجة تخليك تقول ان انت جاي بحد مبشر لكن ويسام ده بيخبط وبيتحرك وبيجري في ماتش مازينبي هناك هد الدفاع اه انت موديست بحيث انه هو مش عارف هو فين تحاس انه هو جاي طب انا فين يا جماعة انا حاس انه هو جاي يعني عالم ستفهم عليها يا جبيرة جدا جدا انا ممكن تتعاقب معاه انا ممكن تتعاقب معلش انت كنت عايس تتعاقب مع مع اللعب مازينبي اللي هو بلعب في اندرلاخت ببرجيكي اللي هو كان الاهل اتعاقب معاه اللي هو بلد صغير اسمه مش فيك لا متيابة ده لا مش المتيابة اسمه لعب جامد جدا فرويد رهيب ماشي طب انت الفلوس دي كنت يعني النادي بتاعكم انطلب 3 مليون دولار او 4 مليون دولار ما كنت اتفحها في لعب صغير واستفد بي هتستفد بيه 5-6-7 سنين كنت جايب واحد معلش يعني جد يعني هلعب ازاي يعني هو الراجل بدنيا مش قادر كما على جاكسون موليكا جاكسون موليكا موليكا ده انا لعبت عليه من الفراود ده المحترم جدا لعب كورة ومتحرك كويس انت كنتممكن بالفلوس دي او اكتر شوية تتعاجب مع موليكا وهيفيدك يعني هيفيدك 5-6 سنين مش واحد عايزة اقول لك شوية التصريحات من الالة لمين نضاي مدرب مازينب عشان هي برضو فيها حاجات متحكة من الاول كده قالك محبط للغاية من الخسارة بسلسية ومحبط من اداء الحكم الذي ادار مباراة من طرف واحد متحيزا الى الاهلي شوفت انها ده اي تحيز الاهلي لا لا مفيش اي حاجة خلاص حتى انا كرة بتاعت الهدف اللي تلغط كنت شاكك فيها لكن اما رجعت الفر لا لا مش دعيب بص لكي بقى اعرف ان انا بشر وقد نخطئ لكن الحكم كان يجير اللقاء لصالح الاهلي رغم ان الاهلي لا يحتاج الى ذلك اشعر بخيبة امل بسهم نتيجة المباراة ما كناش نستحق الهزيمة بسلسية وهناك علامات استفهام على الاداية التحكيمي لابد ان التحكيم يكون عادلا اقصا من ذلك في المباراة الزهب كان لنا رقلت جزاء ولم تحتسب على الحكام ان يعدلوا بين الاندية ولا ينظرون للفرق الكبيرة فقط حارس المرمى يتكلم عن حارس المرمى يقول حارس المرمى حدثت له اصابة فمن حق يأخذ وقته في العلاج وهو لم يكن يضيع الوقت خلال المباراة وعودوا الى الحكم وسألوه وقال الحكم لعب دور سلبي في هذه المباراة والاهلي ليس بحاجة لذلك تعرضت الهزيمة عامل اهلي في الدور نصف نهاية في نسخة 2012 والنهاية سيكون بين فرقين كبيرين وأتمنى عن يفوز الافضل ولا يؤثر التحكيم على المباراة يعني هو مش هاي لا لا ما فيش حاجة ما فيش حاجة مؤسرة خالص ممكن هو ممكن يكون شايف ان موضوع الانذارات اللي خدوها للسير دي بكين في الاول هي دي يعني خوفيتهم شوية بص انا اظن التحكيم يعني ملعبش الحد في قرية افريقيا قد ملاعب لمازينبي ده في تاريخه لا مازينبي مازينبي كمان رئيس النادي اللي قبل ده كمان هو اللي هو ده ده من تعف زمان ده ده بتاع الماء ده اللي شغال في الماز ده لا لا الموضوع كان زمان صعب جدا يعني انت زمان كنت يعني الحكم هو جاي انا هخسرك هو ممكن الحكم يبقى زاكي شوية ويوغض كرة صائعة يبقى وزلك المطش يحزمك بالانذارات اها يعني ايه اتني انا مثلا انا وقل جمعة يروح جايه في اول المطش كرة عادية جدي روح مديك انذار وقل جمعة ياخد انذار الديفندر ياخد انذار فانت هتقدقى ايه ما تخش جامل هتخاف هتقدقى خايف فهو الحكام كان يماملو كده زمان اللي هو مفيش اي حاجة انا مش ظلمك ايه المشكلتك انذار لكن النهاردة الحكم لأ انا شايف نفيش اي حاجة خلص اه شراح طاقم التحكيم النهاردة ممكن كرة كوكا شوية كان فيها انذار اللي هو الولد عدا منه ودخل فيه هو ممكن يكون بيكلم على الحاجة دي وفيه كرة كان لكاب تنجاد معي من شوية على تليفون فيه كرة تستحق اللعب ما زين بيطرد في الخبط في علي معلوم ده ده طرد رسمي ما خداش طرد لا لا ما هو عشان عارف الاهل ما كانش جاب بهدف كان طرده عشان كان واحد صفر لا هو برضو خلبك الحكام سعد برضو عندهم ايه بيعنده توازن فعلم انت بتلعب برضو هنا طب هو كسبان واحد صفر لكن لو صفر صفر كان طرده ولغي لك هدف وبتاع ولغي لك هدف فما يجيش عليك وترد لك واحد اللي هو ماشي حالك يعني وان كان ده طبعا الكلام مش مظبوط يعني مش مظبوط لا يعني الحكام سعد يعني ايه هي مش يعني ايه هي طرد بس ما ترتقيش قوي هي مش داخلة اللي هي ايه يعني ممكن نختلف على هنا وانت انا سعدك السؤال ده المرة اللي فاتت وهسألولك تاني دلوقتي مصطفى شبير سبع مباريات بشباك نظيفة في افراقيا دي حاجة انت اكيد عارف انها ايه في منتهى الصعوبة طبعا عدوا على النادي الاقل ما عارفوش يعملوا سبع مباريات على التوالي بشباك نظيفة دي شنو رجع شنو ان شاء الله يبقى موجود خلاص هو بيتمرم مع الفرق وكل حاجة شنو يلعب مطشين النهائي ولا مصطفى شبير لا مصطفى طبعا مصطفى طبعا بص هي ليها حاجتين ليها شقين لو انت مصطفى يصابت شنو دي كانت مثلا مطش ومطشين والشنو رجع الطبيعي جدا ان هو الاساسي وبالزاس في حالة المرمى بيلعب ماشي لكن المدة طويلة قوي والولد يعني يعني دون مبشر واثبت نفسه في عايز اقولك في ايه في يعني في مطشات صعبة جدا وفي اختبارات صعبة جدا انت بتلعب يعني انت لعب مزنبي في مزنبي ده اصعب مطش موجة تلعب في حياتك اجواء صعبة جدا وملعب صعبة جدا والجاميرتي حاسة انها قعدة فوقيك في الملعب الولد قدى بشكل كويس انا من العدل من العدل ان هو يكمل مطشين لكن طبعا ده مايقللش هو من قومة الشنوى كلعيب ويعيب كبير في النادي الاهلي لكن من العدل ان الولد يكمل بطولة طيب التراجي صعب للنهاية وهيواجه النادي الاهلي ان شاء الله المطشين يوم 18 بالمناسبة يا شباب المطشين يوم 18 25 و 25 مايو الزهاب هيبقى في تونس والعودة بإذن الله في الكاهرة النادي الاهلي يلعب مباراة العودة في نهاية دورة بطلق افراقيا فيها الكاهرة يوم 25 مايو والزهاب يوم 18 مايو سبت وسبت يعني التراجي صعب الافضل للآهلي كان التراجي ولا سانداونز لا سانداونز سانداونز بقالهم فترة يعني حتى نتاجهم في الدورة الجنوب افريكي مش كويسينجي قلص هو الفرقة دي سبحان الله يعني كل فترة كده بتطلع فرقة جامدة قوي 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 مرة ده يعملوا كده لحد ما يبدأ غيروا ثاني في اللعيبة ويشتروا اللعيبة جديدة بنت قوي في نتاجهم من هم فرقة عادية جدا نتاج حتى اللي كانت في المجموعات كده فرقة عادية جدا بيعادي بيكسروا عادي من فرق وبيكسبوا على عرضهم عادي ده الطبيعة بتاعهم التراجي المشكلة في الشمال افريكا بيعرفي لعب المصريين تضييع الوقت والحاجات اللي بتحصل دي هم مميزين فيها جدا سواء فرق المغرب او تونس او جزائر او ليبيا مميزين فيها جدا هكذا بالنسبة لي سانداونز لا كنتم ممكن تكسبها عادي جدا مس الاعلي في بطولات افريكا تخطى الحكاية دي بتاعي تفرق الشمال افريكا في فترة معينة اه يعني هي الفترة يعني ما قبل الكورونا اه وما بعد الكورونا حاجة تانية بعد الكورونا الفرق يعني الناد الاهلي هو الوحيدة اللي كان بيدعم الفرق دي كتخلص الفرق ما عندهمش فرق فهتلاقي الفرق دي عطول بتخصب بالتلاتة وبالاربعة اعتقد دلوقتي الموضوع اختلف شوية بدلينهم وسطوا نهائي بقالهم فترة وسطوش نهائي اه فرقة بلغة الكورونا في فرقة رخمة المدرب بتاعهم برتغالي بيعرف يدافع كويس بيعف يلعب بيعمل تحولات هجمية كويسة باتبانت النهاردة في ماتش سانداونز سانداونز استحواز 73% وعارف يكسب المجارة فالفرقة اللي بتاعف تدفع كويس وتاعف تلعب فرقة كبيرة دي تبقى فرقة قوية جدا انا بقى بحس انه الاهلي حتى في الدوري مع الفرقة اللي بتلعب كورو على الارض بيداقي شوية يعني بتاعف تبني من تحت وبيعرف يشتغلوا على الارض بيداق شوية الاهلي بيبعنده مشاكل شوية فرقة اللي هي بتعمل تحولات او بتشتغل بشكل شوية عشوائي بتبقى الامور يعني اسهل بالعكس بالعكس انت المباراة اللي اخسرها الاهلي السندادي من مين في الدوري البنك الاهلي شوف كل جوان البنك الاهلي كلها تحولات لكن الماس الكورو الأهلي عسى الماس الكورو ده انت وقف صحة خلاص قدامك يعني انت فبتفتح الملعب عندك مساحات قط الدفاع بيطلع ورا نص الملعب فبعندك مساحات فالفرقة اللي اتربع على التحولات دي لازم يبقى فيه على طول عندك مساحات ولازم يروح كل شوية واحد للجون لكن اللي بينقل ده ما انت هتوقف هتقفل ورا هتوقف سيب وينقى زي ما انت ساعة هيعمل ايه هي بيعنده مشكلة التحولات معنا حتى ايامنا التحولات كده لان مثل الملعب كان بيفتح الملعب كله بيهاجل شوية تلاقي تلاتة على اتنين هلاص ما انت لو فرقة عارفت تخرج بكرة كويس عند ده سرعات هلاص الموضوع انته صح لأ انا يعني مختلف فاك في الموضوع ده التراجع التراجع اصعب للائل من سان داون اه لأ سان داونز فرقة يعني يعني هي بس مش فريق بطولات يعني هو عارفة عامزة بتاع اسيوبيا يمتعوا نفسهم كويس او تلاقي بيقمسيك في الملعب ومش عايز يكسب هي مش فريق بطولات بدلين ان هو يعني السانة اللي قبل الفاتح لكن التراجع بيقى في اخد بطولة بيقى في اخد بطولة تراجع فريق بطولات الوداد فريق بطولات بدلين السانة اللي فاتت الوداد واخد منه البطولة هناك اه كان قبل النهائي صعب البطولة اللي قبل الفاتح اه قبل الفاتح اه يعني الطبيعي دي كده سان داونز ونهائي لازم يكسب البطولة اللي فاتح كان سيمي فاينل اه يعني قصدي ان هو بيوصل للمراحل دي وبيخسر عادي صحيح يبقى مش فريق البطولات لكن النادي الاهلي النادي الترجي الوداد النجم السحيلي النجم السحيلي الفرق الزمالك يعني الفرق اللي هي بتبقى يعني الفرق اللي هي بقى كبير في أفريقيا بتبديل فريق البطولات صحيح هل ستكملين مع النجم الكبير كابتن أحمد السيد بعد الفاصل نواصل خليكم معنا يعني بحضراتكم مرة أخرى لسا بشرفني ومن ورن النجم الكبير كابتن أحمد السيد عايز أقول لكم بس تصريحات ويسام أبو علي المهاجم الفرسيلي النادي الأهلي بعد المباراة قال تحدست مع علي معلول وأبلغدو إذا كان هناك مساحات خلف الدفاع فعليها أن يرسل الكرة لي وعندما فعلت ذلك قمت بذلك والحمد لله سكت الكرة في الشباك وهلا أنا مكنش جايد اليوم وهضرت هدفا ولكن كفريد ضغطنا بقوة والحمد لله تحققت النتيجة التي نريدها ويلغاء هدف مازمبي أعاد لنا الحياة قال أول مرة لعب نهاية في أي بطولة وما يحدث أمر لا يصدق بالنسبة لي لدينا مباراة دورة قادمة ثم سيتحول التركيز إلى النهاية وسنرى ما سيحدث وقته رغم أن احنا من نشيد بيوسام وعلي هو نفسه يقول لك أنا ما قدتش مباراة كبيرة النهار هو زكي يعني هو وقت ما أنت بكون كويس بتقول لنا يعني هو عايز يوصل الناس أنا عندي أحسن يعني لسه ده مش مستوي يعني أنا لسه ما وصلتش للطفر بتاعي فديها كويسة يعني هو ما يجب من واضح أنه يعني عايش برا واضح أنه عقلية كمان سليلة مصقف ما قاله باللي بعيش فيه ربا مصقف شوية لأنه ممكن يطلع النهاردة واحد يقول لك أنا ده تبقى لي فترة ونهاردة ما قدت نفسي وعملت فهو بيقول لك لأ ده مش أنا جبته جون برضو بسه مش مستوي لسه لسه عندي كتير عايزة أه استنى من دكتور لعب جدا هسألك سؤال واحد لو أنت في إدارة النادي العالي واحد زي مارسي الكورر ده تجدد معايا مسلا سنتين تلاتة قدام بعد كل هزي النجاحات طبعا طبعا أنا مش من هواتي أني تقعدت غير مدرب كل شوية يعني كل مدرب بيجي بفكر جديد بتبدأ من الزيرو صح يعني آآ موسيماني كان بلعب بأسلوب معايا فايلر كان بلعب بأسلوب معايا وإنت جيبت ده بلعب بأسلوب معايا طول ما هو ماشي كويس يعني بنسبة 80% قليه يكمل ما فيش مشكلة خالص بالمناسبة شايف ترتيب مارسي كورب بين المدربين اللي جمع النادي الأهلي تاريخيا كمي أنت قلت للمارسي طبعا 8 جزير بالنسبة لك رقم واحد بس هو ترتيبه فين يعني كإنجازات أنت تقييم لا كإنجازات أنا تقييم هو كمدرب ومدرب كويس ساعات بيباليها فوات كده يعني بيعملها لكنه يعني ده طبيعي أن أي حد ممكن مدرب كده بيبجر ديولة ساعب للمة آه يعني ساعات ساعب يعني آه في مصر بس ما بتقبلوش الموضوع ده نا ما بتقبلش أي حاجة آه كإنجازاتها فيه موسيماني عمل إزاي إنجازات كويسة جدا آه خال بطولات كتير موسيماني موسيماني ولا مارسي الكولر لا كولر آه موسيماني بس ما فيش مدرب أفريقيا كويس آه يعني الأفارقة يعني ما فيش حد فيهم مميز أو يعني حتى مدرب السنغال ده عادي جدا آه آه إنت معاك مجموعة أصلا تلعيبها لو أي حد أنا روحت أمرانهم همرانهم كويس آه نفس الكلام مثلا هو كويس اللي هو مدرب سانداون شوية اللي هو ماكوينة ده كويس كويس يعني عنده فكر وبلعب كرة بس لكن برضه إنجازاتك فين آه لكن كولر لحد دهوقتي ماشي كويس يعني لو وصل النهائي ده وكذبه ماشي كويس جدا آه عندك كم إصابات كبير جدا وعندك لعيبة مؤثرة في الفرنة مش موجودة وإنت تكسب البطولة بحاج كويسة جدا نهاردة بيلعب عشرين مباراة على التوالي دون هزيمة أكتر من أكتر مباراة من مانو الجوزيف جيلكم آه يا صح يعني مانو الجوزيف عمل إنتو عملتوا مع مانو الجوزيف تسعتاشر مباراة على التوالي أفريقيا دون هزيمة النهاردة عشرين مباراة للنادي الأهل دون هزيمة آه كويسة جدا عيسى لك سؤال بالمناسبة أنتو الجيل بتاعك كل ما نيجي نتكلم هنقول إيه الجيل الزهب للنادي الأهلي جيل الأحلام للنادي الأهلي كلنا كلنا وأنا كمان رأيه كل الناس والجيل ده محق بطولات وإنجازات إعجازية بس دايما لو نقول جيل الأحلام وجيل الزهب للنادي الأهلي هو جيل بتاعك ليه تفتكر ليه الناس مش قادرة تنساكم رغم أن الجيل ده وتعملت شغلة كويسه جدا وإنجازات كبيرة جدا هو كان معادلة صعبة جداً أنت بتكسب وبتمتع الناس بالكورة الكويسة بتاعتك فدي برضو دي مخليها الناس يعني كان جزيعة تقولوا لنا عطول أنا جميل بتروحتي دي مش كورة دي مزيكة هو جزيعة عارف الكلمة دي مش كورة دي مزيكة هو كان بلوق كده آه أنت يعني يقول لك إيه اللعيب ده زي العازف كده بيعزف بيمتع الناس آه فهمه فيه مدربين يقول لك أنه أهم حاجة النتيجة مش مشكلة الأداء لا ما هو في الأول الآخر طبعاً أهم حاجة النتيجة طبعاً بس أنت أما الأداء بيسوق ما بيقاش في نتائج يعني أما مثلاً وحش مطش اتنين لكن مش وحش على طوله بتكسب استحالة هتبقى صعبة جداً الموضوع صح لكن هو جزي كان موصل المعادلة دي للناس أنه هو بيخلي الناس تستمتع وفي نفس الوقت بتكسب وبتكسب بأداء كويس جداً مع فرقة قوية جداً يعني فريق الزمالك زمان كان فيه لعيبة أنا بقول عن نفسي أن طوله عمر لعابة الزمالك بيبقوا فنياً أعلى من لعابة الأهلي لكن الأهلي بيتميز بحاجة بقى الروح الأعلى ودي اللي في الكرة أهم الروح أهم من الفنيات؟ بالمليون مرة هشوف يعني مش هدي أقول أسماء فيه لعيبة كتير من السبعينات والثمانينات لعيبة كويسة جداً بس ما فيش روح وفيه لعيبة عادية جداً وعندها روح كويسة جداً فأنت بالنسب لك اللعيب ده هو الأسطورة بس بحيث أنه يعني أكيد لعيبة الزمالك يبقى عندها روح وأكيد لعيبة النادي الاهلي بقى عندها فنيات ما هو الروح؟ ما أنا قولك أعلى مش إحنا موجه فنيات إحنا مش روح بس إنت سأتيبقى علي فنيات إنت سأتيبقى عندك الفنيات ممكن تبقى أقل شوية لكن نروحك أعلى شوية رح الفنيات للحمرة اللي أنت عايز تكسب الروح دي بأتكلم أن لأنت الرغبة في المكسب إنّ انت عايز كل موتش أنت اللي تكسب ما اللي بيخليني نتمايز عليك في الملعب انت فرد وانا مدافع الروح بتاعتي انا كل كرة اخده منك مين الروح اعلى كده؟ يعني ممكن تبقى اضع افضل في الموضوع لا يعني انا روح اعلى هي المطش تنافس بني وبينك انا انت بترعب بكرة وانا اهوف وكل كرة واخدك عملا اصفيك على الخط ومش عارف تاخد مني كرة انا روح اعلى منك انا الدافع عندي اعلى منك انا عايز اكسب فاقصدي؟ فاهم قصدي؟ لكن ال لعبت زمالك طبعا لعبك ويسة جدا بس احنا كان فيه مطشات يعني ماتش اربعة تلاتة بتاع الكاس ده احنا كسبنا بالروح المطش ده احنا كنا المطش ده كنا وحشين جدا فاهم جدا من اسوء المطشات اللي مستها المانويل بعد المطش انا اسوء المطشات اللي شفتها الفرقتي لكن الروح بتاعتنا اديت ترجعنا التاني بعد ما كنا مغلوبين نكسب اربعة تلاتة عظيم يا ابتداء احمد شرفت ونورت وسعيد جدا بتواجدك معي يا حبيب يا كريم والله وانا سعيد جدا وان شاء الله كل ما رجع من سوء بقى هجي لك ان شاء الله كل ما بترجع لاني بيكسب كمان وشاكل لا لا حلو الحمد لله ربنا يكرم بس في النهاء ان شاء الله ويفراحوا مصر ان شاء الله يا رب ان شاء الله هنروح نسمع دلوقتي ما قاله مارسي الكولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ومنه لفاصل ثم نستقبل محمد جمال وشهاب هيكل خليكم معنا نسمع دلوقتي ما قاله مارسي وفي عمل بطولة كبيرة جدا وعمل اداء كبير قوي الشناوي لسه هيخش التمرين الفريق التمرين الجماعي مع الفرقة يوم الاثنين الجاي فاحنا لسه محدش عارف هيبقى لسه مدى جهزيته عندنا وقت لغاية النهائي ان احنا نشوف حال هيبقى جاهز حال هيقدر وخصونا غاب فترة طويلة غاب فترة تلات شهور اكيد مش حيرجع بين يوم وليلا مرة واحدة لنفس الجهزية فاحنا احتاج وقت عشان يرجع ويجهز مرة تانية لغاية الوقت ده نقدر نحنا نقرر ونشوف مين اللحيه فروه اوكي ان دميستشوفت تسورة مير انتشتوزون بكومن ونشتوني ونشتوني اندر جامبين سعيد جدا دايمن ببقى جمهور ناد الأهلي جمهور عزيم فوق الوصف الواحد مشتغل في حتك كتير ما شافش زي جمهور الناد الأهلي فالواحد سعيد جدا بوجودهم دعمهم لينا طول الوقت دعمهم بقاش ومساعد لي انا بس ولكن كمان مساعد للعبين بزوء اللعيبة وجودهم مهم جدا جدا في كل مباراة بيكونوا موجودين فيها النهاردة حسيت ان هما اللعب اللي اتناشر جوه الملعب معنا وفعلا ان هما كان لهم نقطة تحول كبيرة جدا ان هما ساعدونا ان احنا نكسى مباراة النهاردة ليهم فضل كبير فعش كلا بقى سعيد جدا دايمن بوجودهم نفسي وموجودين على طول بتمنى كمان في مطشط الدوري نلاقي حضور جماهيري اكبر من اللي بيحضر في الفترة الاخرانية لان ده بيساعد اللعيبة كتير بيزوء اللعيب بيحسسهم بالدوافع والاهمية ان هما بجدوا ان هما خطو Olympو بيحسس المنقن قوريبين في السيلا وموجودين على طول اللعب الامس حسينوative ومقام اتمنى هما يخدو من المطشط الدوري بنفس الامية بالمطشط الدور الأبطال في المطشط الذين سيدي طبعا وجود الجمهور ونتبتع یف دور الأبطال وقبل الانهاي دارف ابتبقال مع اللعيب وما ربا كده كده موجودة لكن ضد منافس قوي زي منافسة النهاردة كان لازم إن احنا كنت تكلمت علي بقى أكتر لنا أقول لهم إن احنا محتاجين نزود مقارنة بناطش الزهاب لازم ندوس على نفسنا أكتر من كده لازم نعلي نفسنا أكتر من كده سواء في الالتحامات سواء التحامات الصناعية سواء في القوة البدنية لأن احنا بنلاعب فريق بدنياً قوي جداً عندهم سرعات كبيرة جداً فكان لازم إن احنا ندوس على نفسنا أكتر يجب أن نعلي اخطر يدقنا في تمرير يجب أن تكون بافضل التجارة الأخيرة من الوطن في تجارة كيلو من الملاحظة كانت الكثير من المهاورة الثالثة في الماورة نحن نعلم النهارات نحن نعلم أنها قد يوجد مرة الأخرى وبجاء مرة الأخرى يكون هناك سويا جديدة الأخرى سويا لسعب المناتعة ت efectيب السعب الخيار والإعلام لكن على أرض الواقع ده بعيد تماما عن الواقع احنا نتكلم عن فرقة متغيرة تماما عندها مدرب جديد عندها لعيبة جديدة انا لسه ما اتفرجتش عليهم برضو بشكل مكسف لكن هما مختلفين عن السنة اللي فاتت ده باين من النتائج لكن لسه هاخد وقت عندي أسابيع الجاية هبقى متفرغ ان انا اتفرج عليهم اكتر اشوف الفرقة اكتر لكن بالتأكيد ده ماتش مختلف تماما عن الاربع ماتشاط اللي احنا لابناه قبل كده لان ده فات عليهم شهور طويلة جدا الدنيا اتغيرت خالص فريق كسب ساندونز اللي اعتبر فريق توب رايح جاي يبقى لازم تعرف ان هو فريق تيل جدا وفريق كبير جدا وده ماتش نهائي هتبقى كل حاجة هتبقى متغيرة خالص عن الماتشاط اللي فاتت فاحنا اخدين موضوع بجدية وعارفين تماما ماتش مش هبقى سهل خالص ده نهائي لكن انا لسه ما اقدرش دلوقتي اتكلم لها على الترجي ولا اقول اي حاجة عن الترجي لان انا لسه ما شوتهمش بالشكل الكافي يا رب حضراتكم مرة اخرى محمد جمال وشبهكل تقريبا محللين المباراة خد بالك المباراة خد ساعة ساعة 12 حداخلين ساعة 12 هم مزبطين الشغل كله في عشر دقائق العشر دقائق دي بقى قدامي كده ما شاء الله هم تقريبا محللين المطش فريم فريم يعني سانت ساعة دقيقة يعني فوضح ان الفقرة ده تبقى حلوة وكالعادة يعني جيبي منور الدنيا كل حل شهب منور الدنيا كل حل انا في عشر ثواني رأي كيف المباراة كما هو متوقع من الاهلي ثقتنا في الاهلي عموما لا تتز ثقتي شخصيا في مارسي الكلر لا تتز قدموا مباراة ممتازة ذهابا قدموا مباراة ممتازة ايابا في بعض التفاصيل القليلة لم يكنتش مزبوطة في الشوت الاول تحسنت جدا جدا لكن هو لعب على النمط ولعب على الكونسسنسي وقفى الملعب تماما وكان بيحاول قدر الامكان النواية في الملعب وده كان كلام مسمى أبو علي اللي هو الرجل الرأس حاربا قالك احنا قفلنا كويس قوي علشان كده رغم اننا ضيعت شخصيا ورغم انه الفرقة ضيعت في الشوت الاول قدرنا نسجل كده كده في المباراة احنا قفلنا بشكل ممتاز شخص الاول شهاب كلها نتعامل بزكاء والزكاء ده بدء من مباراة الزهاب واضح انه كان مذاكر فرقة نزيمبي بشكل كويس وده بقى من التحضير بتاعه المطش الاولاني اللي كان في الكونغو وشوفنا اتعامل ازاي في المباراة قفل ملعب بشكل جيد كان فيه تحولات هجومية للنادي الاهلي في المباراة وكان عنده فرصة نسجل اكتر من هدف مسواء من كرات السابتة او من كرات المتحركة المباراة التانية مباراة الاياب النهاردة اتعامل برضو بشكل كويس جدا في المباراة نزل ضغط من الديها الاولى استغلال عامل الجمهور استغلال عامل الارض استغلال الدفع المعنوية لعند اللعيبة بالحضور الكبير للجماهير اه الاهلي ما توفقش في الشرط الاول ضايع كتير زي كان بيتكلم جيمي ما قدرش انه استغل الفرص اللي جات له لكن كان الميزة النهاردة اللي كان فيه توازن دفاعي للاهلي الى حد ما كان فيه بعض الاخطاء الدفاعية لكن في المجمل الأهلي كان عام توازن دفاعي رجل قدر ان يتعامل بزكاء في المباراة مش في المباراة واحدة وقدر ان ياخد النادي الاهلي النهائي تبدأ به ابتدي بعلي معلول علي معلول علي معلول بالنسبة لي هو رجل كل العصور في النادي الاهلي هو رجل مع كل المدرمين هو النجم الاول للفريق علي معلول النهاردة بيصل للصناعة رقم 82 في تاريخه مع النادي الاهلي المتوقع ليه أربع أهدف فقط ليصبح أسطورة الصناعة في النادي الأهلي كان المجري مصطفى عبدو ب86 هدف علي معلول مباقله أربع صناعات فقط على مدار مسيرته مع النادي الأهلي السبع مواسم اللي أضعهم مع النادي الأهلي علشان يصبح هو أسطورة الصناعات داخل النادي الأهلي علي معلول في 28 مباراة أفريقية ساهم في 12 هدف دي أرقام جناح أو أرقام مهاجم مش أرقام ظهير أبدا 12 هدف في 18 مباراة سواء على صعيد التسجيل أو على صعيد الصناعة فأنا بالنسبة لي علي معلول في اللقطتين بتاعت سواء في صناعة الهدف بتاعه أسامة أبو علي رجلة حساسة جدا 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 أنه يحط الباس بالشكل ده يوصل له أسامة أبو علي في المكان ده عظيم جدا والكروس المعتاد اللي أتكلم عليه لوحده والدويته لوحده بعد شوية ما بينه وما بين المحمد عبد منها ده متخيل أسستات ليت بتكلم عليها دي بالنسبة لعلي معلول لو الأهلي خلال السبع أو الثانيات الأهلي كان عنده مهاجمين بكوالة كبيرة يعني الأهلي نادرين لما كان بيبقى عنده مهاجم من بعد عماد متهم بمهاجم بكوالة كبيرة لو كان فيه مهاجم كمان يعني النهاردة بس الأسست ده ما كان شايف أسست لو أسامة أبو علي ما ترجمهاش بالشكل فكمان علي معلول بالأرقام دي ومظلوم أنه الأهلي هجوميا ما عندهش دايما مهاجمين كويس تفهم عاكم اليوم في المئة؟ نبدأ به أكرم أكرم توفية أكرم استنساخ كولر للعيب بنفس المواصفات ونفس الأداء اللي كان بيقديه مران عطيه طوال الفترة الأخيرة مع نادي الأهلي وإنه إزاي يطلع الطاقة الإيجابية دي من أكرم توفيق في مركز 6 وإنه يستجل لعب عنده البار وعنده الطاقة دي كلها في شخص أكرم توفيق أنا شايف واحد من نجوم وراه اللي لم يكن هو نجم المباراة الأساسي سواء على المستوى الدفاعي أو حتى في التكملة الهجومية اللي كنت شايف أنه عنده جرأة خاصة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني لا شفت شكل مختلف لأكرم توفيق وممكن اللقطة اللي شالها من على خط المرمى اللي كانت نقطة التحول لنادي الأهلي في المباراة كرة دي له كجاجون كان الدنيا كلها كانت تتغير بالنسبة لمرس الكولر آه هم قدروا أنهما يسجلوا لكن كان من هندبول لكن أكرم توفيق هو واحد من أبرز اللعبين اللي يستغلوه من النهاردة مرس الكولر راجل جيمي بعيد قوي كولر زاكي أنه هو يتعامل مع أكرم بالشكل ده أنه هو يحطه في المنشاط الأخيرة سواء في المباراة اللي فاتت أو المباراة بتاعة مزينب النهاردة وأنه يستغل الطاقة اللي عنده أكرم في الحتة دي اللي هو كمنا أنا وجيمي بديتكلم أنه طول فترة الناشئين سواء في أمبيا أو حتى لما يجي نادي الأهلي هو ده مكانه مركز ستة اللي هو بيقدر يتحرك ويغطي مساحات الملعب عنده باور كبير عنده طاقة كبيرة يقدر لأنه يغطي لك أكبر كم مساحات الملعب حتة البلوك اللي مش موجودة في أجلب العبل اللي موجودة في وسط ملعب نادي الأهلي هو بيقديها بشكل جيد وكان معنا حتى اللقطاب بتاعته لو جبناها واحدة ووحدة يمكن لو اتكلم عن أكرم في مشاهد كل مشهد هو بطل فيه كل مشهد هو بطل فيه بداية في الكرة اللي كان بيقطع في نص ملعب البلوكات وكان بتتحول بهجمات للنادي الأهلي في تحولاته لجومية أو حتى الكرة اللي كاني بنعليها من شوية في ممكن الكرة دي في القطعة اللي قطعها أكرم في اللقطة دي ممكن اتحولت بعد كده الهجمة نادي الأهلي وكانت هجمة خطيرة جدا في الكرة اللي بعدها هتلا برضو بيقطع كرة أخطر لفريق مازينبي على حدود منطقة الجزاء فكل الكرات اللي بيشترك فيها أكرم بالذات في عملية البلوك اللي بيقوم بيها في وسط ملعب نادي الأهلي بتدي دايما الأفضل لنادي الأهلي في استرجاع عملية الكرة واتلي ممكن نهاردة واحد من أبرز اللاعبين اللي عاده كرة للنادي الأهلي شايف النهاردة كولر زكاؤه وانه هو يقدر انه يتفوق على فرقة بحجم مازينبي كان أكرم توفيق واحد من العناصر اللي هو استغلها وانه هو كان متفوق على مازينبي من خلال أكرم توفيق عزيزة الحاجة على أكرم توفيق برضو أكرم أكرم امتفق جدا مع شاب في كل اللي قاله أكرم هو النهاردة أنا هسأل سؤال إجابته أكرم اللي جاوبها مش أنا أي حد من جماهير الكرة أو مدير فني أو أي حد من متابع كرة القدم في الدنيا بيعايز إيميل عيب وسط الملعب عايزه دافع عايزه يصنع إذا أمكن عايزه يسجل النهاردة الراجل دافع استعاد الكرة وأكتر لعب النادي الأهلي استعادته للكرة النهاردة عشر مرات أكتر لعب عمل تاكلنج بشكل نجح سبع مرات أكرم توفيق لو نجيب اللقطات بتاعت أكرم دي اللقطة الأبرز طبعا والتحول ونقطة التحول بالإضافة جنبها كده مساوية لها لقطة الهدف اللي تم تسجيله وبعدين تم إلغاءه عن طريق الفار حكمة الفار العظيمة طبعا المرأة الحديدية بتاعت موريشيوس يعني الراجل الراجل اللي هنا شال الكرة من على الخط بشكل ممتاز السيطرة في وسط الملعب اللقطة اللي جات ماشي بماشي الفريم اللي بعده اللقطة اللي كانت قبل دي اللي كان جايبها شهاب يا كريم اللقطة بتاعت استعادته للكرة فهو كان ليه دور مهم جدا 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 إنه يستعيد الكرة في الضغط العكس وإنه يرجع الكرة للنادي الأهل فأنت كنت ناجح إنك تعمل ده في شكل ممتاز فأكتر من كرة هات اللقطة اللي فاتت هات اللقطة اللي فاتت يا ميزة برضو يا كريم وجيمي بيتكلم إن استرجاع الكرة بيتم في أقرب نقطة لمرأة مزينبي اللقطة دي يا جيمي وأشهاب في منتهى الصعوبة ليه بقى إنه هو واقف وحاطت إيده ورا ظهره الطبيعي في موقف زي ده كده إنت ما تتحكمش في جسمك كله هو قادر يبعد الكرة وبرجله ويبعدها بعيد كمان عن المربع تماما يعني مش في المنطقة ده بالنسبة لي يا كريم تركيز سم تركيز سم تركيز هات اللي بقى ماشي ماشي الفريمز عشان الوقت وبعديها أو قابلها على طول اللي قطر لي كت في الشوت التاني في الشوت الأول كان عمل الكرة استخلص الكرة قطع فهو عمل كل واجبات الدفاع استعاد الكرة استخلصها وبعدين داس على الكرة عمل الراننج 20 متر وبعدين رح رؤية عمل الأسسرا حطتها لتاو برجل اليمين شالها حارس المرمى وأخيرا كان مكافئة الله في الدقيقة 113 إنه يسجل هدف الثالث للنادي الأهلي وهدف أخير أخيرا نختلف بقى مع شهاب في عشر ثواني على نقطة كولر كولر أكرم توفيق هو خطأ كولر الجميل هو صلح خطأ كان مصمم يعتمد على أكرم توفيق في 4-3-3 بشكل صليح كالعيب مركز 8 ناحية اليمين أتله أكرم هو كان عايزه يعمل الأدوار دي عشان يستعادت الكور كانش قادر يعملها فهو رجعه من المباراة اللي فاتت إنه بيلعب لأسباب إنه بيلعب مزين بيعايز يقفل اليمين والشمال الأطراف فرجعه يلعب دابل بيفوت مع كوكا وجود كوكا في عملية الخروج بالكورة حل المشكلة تماما لأن دايما كان بيدور على اللعيب المتكامل فاللعيب المتكامل عند مارس الكولر هو مروان عطية لعيب عنده قدرة على الضغط وفي نفس الوقت هو خروج بالكورة فوجود النهاردة الدابل بيفوت اللي لعب به ساعد في ظهور أكرم توفيق وفي وجهة نظري طالما لعيد دافع وصنع واستعاد الكورة وسجل فهو نجم اللقاء الأول في وجهة نظري عظيم دايما أحيانا أو مش دايما يعني أحيانا ينتقل عليها مارس الكولر للتأخر في التغييرات النهاردة تغييرتين ميزة أصلا النهاردة كان يتميزة كان يتميزة بالنسبة له إنه هو اعتمد على التشكيلة واعتمده على التشكيلة ما اللعبة ما خزرتوش وشوفنا كل اللعبة قدت الأدوار اللي عليها كما عدا السولاية بس اللي كان بداية شرط التاني تراجع بعض الشيء في المستوى خاصة على النواحة البدنية السولاية ممكن استنفذ في الشرط الأول قد بشكل جيد وكان عنده فرصة كبيرة إنه يسجل هدف الأول لنادي الأهلي لكن ما تعملش معها بأفضل ما يكون لكن إصرار كولر إنه هو يعتمد على نفس اللعبة اللي بدأ بها المباراة إنه هو شايف في الملعب وإحنا كلنا كنا شايفين النادي الأهلي بيقدر إنه يخلق فرص بيقدر إنه يكمل في النواحة الهجومية حتى على المستوى الدفاعي كان فيه نوع من أنواع التوازن فهو شايف إنه هو ما كانش عنده إنه هو الأفضلية إنه هو يغير في التوقيت ده لأنه واصل في لعبته وسقطه كانت في محلها لقد قدر إنه يسجل هدف والتاني وبعد كده بدأ النواحة يغير من نوع من أنواع اللي أنا بدي متنفس جديد جنادي الأهلي في النواحة الهجومية مش بغير وخلاص مش بغير بعشوائية يمكن تغييرت علي معلول كان التغييرة التغيير بسبب الضرب المبالغ فيه اللي كان من لعبة مازينبي وضرب من غير كورة تغييرت عمر الصلاية ونزول إمام عشور عشان قطر يبقى عندك متنفس هجومي واللعاب يقدر يعمل لك البوكس تو بوكس وفي تحولاته الهجومية خاصة لو أنت كتلسى نتيجة سفر سفر استغلال الكورات السابتة أنت عندك كل اللعيبة اللي موجودة في الملعب أنت وصك فيها واللعابة كمان ما خزرتوش في الملعب عشان كده وتأخر في التغييرات وكان محق أنت كنتش ضامن اللعيبة اللي تكذب بتبقى نفس الفوائن اللعيبة اللي موجودة في الملعب سواء أحمد عبدالقادر ناحية الشمال أو بيرسي تاو اللي ظهر فكتر من مشهد ممكن كان يعاب عليه في مشهد ممكن كنت مدي الحالة الأخيرة لبيرسي تاو في الكورة اللي كامل فيها من ناحية اللي مين وكان عنده وكانت نديكة 0-0 وكانت لسه في بداية الشروط التاني الكورات اللي شابها كده ما بيجيش كتير في المرشاط يا كريم احنا لو الكورة دي المشاهد دي ما بنشوفاش كتير في المرشاط أفراقيا فلازم الكورات اللي شابها كده تقدر اللي انت تفنشها بشكل جيد عشان خاطر الفرصة اللي اجي لها تقدر تستغلها كورة زي دي كان يقدر ان هو يرجعها لمحمد هاني اللي كان يكمل معاه في الهجمة لكن هو أخذ الخيار الأصعب ان هو لعبها بالعرض وكورة طلعت دربة ركنية لازم يكون فيه تركيز في النواحي الهجومية فرصة لما يجي لك يكون عندك نوع من أنواع الصبر وبص كويس على العيبة اللي حوليك بحيث انت تستغل مثل هذي الفرص ماشي الترجي مثلا في الفاينال لو انت بتلعب في رازس أو بتلعب في القايرة مش تخلق كم الفرص دي كلها عشان كده لازم من أقل فرصة لانت تسجل هذا عظيم جد شكرا لك هاي ستقول حاجة لا لا في حد قدما انت بتسامت الابسامة دي بقى انت في حد ايه مجهز له حاجة كده فيها سعيدة اه معلول ومرعم اه يمكن جمهور النادي الأهلي لو عنده كتاب للأمنيات هكون الأمنيات الأولى فيه هي علي معلول ده رقم واحد ولو عندهم اختيار في الكتاب ده هيكون انه يبقى علي معلول في مركز الظاهرية الأيصر إلى الأبد لكن قبل جمهور النادي الأهلي لو فيه حد بتقوله هو انت مين اللي حطك في البرواس طول الوقت هيكون محمد عبد النامي محمد عبد النامي سجلت سبعة أهداف مع النادي الأهلي السبعة صنعهم له علي معلول سبعة على سبعة ستة في أفريقيا وهدف وحيد محلي تعالنا نستعرف بقى الاهداف دي جيل بيرتوفلافيو ونرجع بقى الزكريات تاني رغم انه راجل سنترباك وده وده بيأكد اللي انت قلت من شوية الأهلي لو كان عنده طول الوقت مهاجم قوي كانت الأمور اتغيرت ده طبعا الهدف بتاعي النهاردة ماشي ماشي الفريمز وانا انا اقصد بالصور دي ارجع الناس شوية للذكريات اغلاهم طبعا بلا شك هدف بحمل عبد ملعن في مرة اللي وده تفعينا البطولة اللي فاتت لكن الناس شوية بتنسه هدف مهم جدا في الدور التمهيدي امام الاتحاد المنستيري بفاول في الديئة الاخيرة من علي معلول هدف في مرمى الرجاء المغربي في مباراة صعبة جدا بعد تتقدم الرجاء المغربي في بداية البطولة هدف امام سانداونز بعد تأخر النادي الاهلي لحد الديئة 60 بأسست من علي معلول ورقصية كلها مباريات حاسمة هدف اخر في مواجهة في البطولة اللي بعدها على طول في مرمى الرجاء أسست من علي معلول ورقصية محمد عبد منم واخيرا زي ما قلت تلك كانت مباراة لاتحاد المنستيري ده الهدف كانت بسط علي معلول الشهيرة يمكن تكلمنا على الهدف ده قبل كده وهدف ورقصية في الديئة كاما كريم في الديئة 52 92 53 وحكم كان حاسب 3 ديئة وطبطت ضايع الكرة تسجلت هدف وتم بعدها الحكم صفر بانهاء المباراة فالدويتو ده هو الدويتو ده جمهور النادي الاهلي احلا بينا دايما قاعدين يا كريم في الكرة السبت حتى لو الاهلي وحش اقولك علي معلول ومحمد عبد المنعم قلáтов حينها دي قول حسنا مع محمد جمال تقريبا محمد مفرج على متشارة الاهلي مع بعض اول ما علي معلول uh يقل في الكرة السبتة علي معلول يقول لي محمد عبد المنعم هيجيبها جور كل الكرات يعني هو بقى متعود علي معلول احيانما محمد عبد المنعم في المرايو محمد عبد المنعم هيجيبها فلما جي دي جت وطروق صدقت بقى المواد عشان كده بالمناسبة يعني وحب مفرق على المبارات النهاردة اكتر جول فرح فيه محمد جمال كان الكورة بتاعت محمد عبد المنان اللي هو ايه انا صح وحرس مزنبي بصراحة انا مش عارف هو كان عايز ايه يعني كان بيطالك فكورات صعبة جدا ويجي فكورة دي طب من الاول تعقيبا المتلازمة دي رغم ان كان فيه اهدف قبلها هي بدأت معاها لو تذكر كريم واحنا في مبارات الوداد قبلها بثلاث دهائي بالظبط تقول انا انا حقيقية المطش معقرب هو مش يخلص لكده علي معلوم محمد عبد المنان تلات دي اقول علي معلوم حالباني بس اه لا جيمي بالكلمة دي بقى احنا كنا في المدرجات في استاد محمد تلاتة مطش الاهلي والوداد فان الافتراض كان اللي فات دوت محمد جمال قال ليه بص يا كريم علي معلوم هيرفعها محمد عبد المنان هم هيجيبها محمد عبد المنان هم جابها فطبعا احنا التلاتة اللي كنا مصيرين في المدرجات التالية ومتع صاحبين كلنا كنا بنحتفل مع محمد جمال يعني بس ايه تاني يا شاب يمكن في حتة كده يمكن جمهور القلب بيختزل الدور اللي بيقوم بلعب تنادي القلب فترة الحالية مش من السهل يا كريم اللي انت توصل سبعة فاينل افريقيا في اخر ثمان سنين الجيل الحالي تكملت باجيال مختلفة لعبة داخلت ولعبة خرجت لكن سبعة فاينل في اخر ثمان سنين ده امر مش سهل لا في دورة ابطال افريقيا ولا في اي قرة في العالم بحيث الجيل ده مظلوم كلها بنقول الجيل الزهب الاهلي هو مفروض ده بقى يبقى خلاص انا جيل الزهب يا جماعة انا ماسي بقى مش سهل بتاخد تلاتة تلات بطولات من اصل ستة انت لعبتهم في اخر سبعة سنين لكن انت النهاردة سبع فاينل في اخر ثمان سنين لا الجيل ده لازم يكون حققه بصراحة في تاريخ النادي الاهلي سواء حقق البطولة او ما حققاش هم عاملوا ارقام كبيرة جدا فيه لعبة مكملة من بداية من 2017 من اللاقب الخصوة قدام الوداد و2018 قدام الترجي لكن الجيل ده لازم يكون حققه وسامة ابو علي وسامة ابو علي انا شايفه كده نقدر نقول الاهلي بي عنده مهاجم لعيب عنده كل المواصفات اللي كان بيبحث عنها النادي الاهلي طوال السنين اللي فاتت سرعة موجود لعيب في النشر على المرمى شفنا هدف من الصعب على اي مهاجم انه يسجله يعني ده مش هدف اللي انت تقول ده فرصة محققة للتسجيل كورة عاملة باند قبله بثواني ان هو يمد رجله بالطريقة دي تحس انه لعيب كونجو فو طار وحطها كورة دي ما مش شفاش كتير في اللعبها في اوروبا هالند قبل كده بريموفيتش لعيب يفنش كورة بالكواليتي ده لا لعيب كبير ونادي نقول لا النادي الاهلي بقى عنده راس حربة يجب الحفاظ عليه ويجب ان على مرس الكورة يدي له الثقة ويقدر رجله في المرعب اللي اللي قدر الله ما يكون فيه اصابة عشان خاطر النادي الاهلي زي ما كان بيتكلم جيمي من شوية ان انت لو كان عندك مهاجم بكواليتي كبير زي ما انت قلت برضو عن علي معلول كان النادي الاهلي كان استفاد بعليه اكتر من كده لكن جات اللحظة النادي الاهلي بعنده راس حربة كبير يقدر انه يستغله خلال السنين حالي وسامة ابو علي وسامة ابو علي يا كريم تعليقه بعد المباراة بيقولك اللي احنا تفرجنا عليه ده الراجل ده مذاكر ومدير الفني مذاكر له وهو مركز قوي بيقولك انا حاولت كتير رغم ان انا ضيعته في الشيط الاول لان انا قدرت ان انا سجل لكن الفرقة في الاخر كانت شكلها حلوة قوي النهاردة كنا قادرين نضغط وقدرين نشتغل طول الوقت هاتلي بعض اللقطات بتاعت وسام تحركات وسام الضغط العالي اللي بيعمله وسام بيساعد الفرقة بشكل ممتاز وبيقلل الحمل الدفاعي الكبير التحرك هنا وقدرته على ان هو يربط طول الوقت ما عم بقدرين اتكلم عليه الواحد ونهاردة قدم مباراة ممتازة وان هو هنا خد خيار التسديد في الزاوية الدايقة والمباراة كتت واحد صفر وبتالي مازمبي يشتغل وكانت الكرة دي قريبة من التسجيل حاول في واحدة تانية في الشوت الاول اه اه اتلعب بشكل ممتاز وقطع القريبة لكن ما حلفوش الحظ ان هي تم تسجيلها واخيرا قبل ما اتكلم بقى خلنا اقف معاك عند الجون ثواني بالنسبالي اللينك الربط والاسكان انا كمهاجم دوري وشغلتي ابص حوالي ابص حوالي واخد المكان اتحرك اهاجم المساحة ده االف به طالما الكرة مش تحت رجلي اتحرك في المساحة ليه عشان اديك ادي حلول لحامل الكرة يعني لو الرجل ده فيدل واقف مكانه معالي معلول هيعمل ايه هيدخل يرجع تاني يشتغل انسايد وده ادي الكرة احمد عبدالقادر ويبطري هاجمة جديدة مختلفة تماما حركة بص على حركة ايده حركة الايد بتاعته سام بيشاور العلي ان ما يحطهالوش في رجله ومش عايزة يحطهاله في رجله هو عايزة يحطهاله في المساحة بقوله انا راح هنا انا اهاجم المنطقة دي لانه في مساحة نقدر اشتغل فيها الكرة تتلعب تكمل الفريم اللي بعده طبعا دقة التمريرة العظيمة جدا من علي خطفته للمهاجم وكسره للتسلل وبعدين هدف بقى على طريقة بسام في كابتن ماجد الرجل راح برجله الشمال حاس انه مش هلحقة راح مقابل برجله اليمين حطها فينش بكواليتي لعيب متعلم كرة قوي قوي رغم انه لسه تاني ده 30-40% من الكواليتي اللي جي عليه وسام وسام الكرة تحت رجله حسام من كده بكتير وسام سرعة البديهة في تصرف الموقف حسام من كده بكتير لسه عنده كتير لسه كمان في الفينيشنج والنسبة لأ وسام هينقل خط هجوم النادي الاهلي وهيحسن وأفضل أقولها من الشكل العام لفرقة النادي الاهلي مش بس على صعيد التسجيل على صعيد الهارموني والكمباك والقدرة الدفاعية سيب الصورة دي كده مش عارف يعني مش هعرف أقولها ولا بس ممكن حد هو بفرق الله تقول أجماعته بتبالغوا كل المبالغة دي عشان سام أبوالي جاب جول شكله حلو يعني معادي يعني والد المهاجم بيكون حلو بس هو عملية بس الحرمان يعني الاهلي وصل لمرحلة إن المهاجم عنده ما بقاش يعرف يجيب الجول السهل العادي فانت وصل لمرحلة دلوقتي أحسن شوية إنه عندك مهاجم ويعرف يجيب الجول الصعب فهي دي بس يعني بس بحاول أوضح لحضراتكم ليه جمهور النادي الاهلي وليه إحنا من الحل دلوقتي شايفين وسام أبوالي عامل حدث مش طبيعي إنه الأهلي فعلها محروم من المهاجم بقاله سنوات طويلة جدا تنتفقوا؟ نتفقوا معكم اليوم المئة طبعا طبعا ده كواليتي مختلفة وزي ما أتكلم جيمي يعني كرة صعبة جدا على أي مهاجم يسجلها من الصعب اللي أنت تلاقي العيب يتعامل مع كرة بالشكل يتعامل به وسام فيها زي ما أتكلم برضه من شوية على موضوع الأوفر إنه بيأخذ في المساحة وإنه يتحرك بدون كرة دي ممكن من الزكاء المهاجمين للتحرك بدون كرة تلاقي أغلب المهاجمين اللي في العالم دايما بيتقلق ودايما بيظهروا بشكل جاي بسبب تحركاتهم من غير كرة العيب اللي دايما بيوقف ويبقى مستنى الكرة يجيله في رجله مش هتلاقيه دايما بيضغط عابلي بس أعايز على حاجة لو ناس تركز في الصورة الشادو بتاع الصورة ونعكاس الشادو بتاع الصورة أنا مرشوش غرفة الكرتون يعني أنا ده نادراً ما بتشوفه إن اللعيب اللعيب هو اللعيب وقف بيكلم على الخيال اللي تحت على الخيال اللي تحت على الصورة اللي تحت إنه إنه الشكل صورة هي بالنسبة لي صورة بورتري عمله ووسامة أبو علي النهاردة اللي أنا هفضل سبورتد لي حتى لو مسجلش لإنه أنا شايف دور ووسامة أبو علي الأهلي كان متأثر جداً في عملية الضغط وعملية ضغط العكس وإنه عنده مهاجم شرس حتى لو ما بيسجلش فهو مهم جداً للهارموني والحالة اللي عليها الفرقة مع مرسل كولر فريد النادي الأهلي مع مرسل كولر خاصة غياب حسين الشحات غياب برسيتاء وكل الحلول الهجومية وإمام عشور اللي أنا أتكلم عنه بعد شوية وإمام عشور كل ده كان غايب الحلول الهجومية فأنت كنت في عرض نص العيب زي ووسامة أبو علي أتكلم على الدفاع النادي الأهلي الشكل الدفاع النادي الأهلي دايماً بتلاقي الأخطاب تتكرر كريم ممكن نهاردة شوفنا الهدف اللي تم إلغاءه علماً الأفراد كويسين على مستوى الفردية لا محمد داني عامل مبارسة كويسة عبد الماني رامي ربيعة في أوقات بيحصل نوع من أنواع السرحان ممكن خاصة عن درامي ربيعة فكورات العالية اللي بتيجي في العمك فكورات العرضية رامي ربيعة أفضل تقييم في مبارسة اليوم ورامي ربيعة كان أفضل تقييم في المبارسة اللي فاتحة أنا بتكلم في اللقطة اللي تم إلغاء أنا عزر مارس الكولاري أنه مش قادر يصلح الأخطاء يقوله معدوش متسع من الوقت أن يعمل كده رجل بلعب كل ثلاثة يام أو كل أربعة يام مباراة تاني حاجة غياب لعيب واحد من أهم اللعيبة اللي كانت موجودة في خطة فعل نادي الأهلي هو ياسر إبراهيم اللي كان وصل في مرحلة اللي احنا قلنا عليه هنا أنه عدى محمد عبد المنعم في موضوع طيب وريني بقى إيه مشكلة في الدفاع النهاردة وإيه حلولها الحلول بالنسبة لي أن يكون فيه وقفة للدفاع في كرات السابتة بشكل أفضل من كده لا تمسك مان إما تتحرك مع الكورة بشكل جيد ما يبقاش بنشوف العشوائية اللي احنا بنشوفها في دفاع النادي الأهلي خاصة في كرات السابتة الأهلي عانى منها حتى على مستوى المحلي كل هدف الاستقبالة في الدوري حتى على المستوى الإفرجي كل كورة سابتة بتيجي لمنافس النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي يحط إيده على قلبه ويبقى خايف إن كورة تخش جهون ممكن بشوف حركة بتبقى فاها سنة عشوائية من لعب النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء لازم يحصل نوع من أنواع الترتيب في الجزئية دي هاي عايز تكلمني على عبدالقادر وإمام عشور اللي أنت قلت هتتكلم ماشي عبدالقادر نبتري بعض اللقطات أنا من مباراة للذهاب قلتلك عبدالقادر هيبتري يفرد نفسه على مرس الكولر لأنه هو ابتدى يقتنع يقتنع إنه لازم يلعب كورة إن الكورة مش بتاعتي الوحدي إن أنا مش جايب الكورة من البيت وهروح بيها بعد المطش إنه لازم أشتغل مع المجموعة لما ابتدى يرسخ هذه القناعات اللي كان كولر بسببها استبعده تماماً بقى يطلع بره العشرين وما بيخشش قائمة النادي الأهلي ابتدى يشتغل مع المجموعة النار ده تتفرج عحمد عبدالقادر بيعمل بيكمل بيقطع فرقصية بيصنع بيدخل جوه الملعب بيشتغل جناح وفتح الخط معالي معلول على المجابها أنا عايز إيه تانيم الجناح عايزه يعمل كل ده هو عمل كل ده ليه؟ لأنه شوف كل كلمة أنا قلتها لك قلتلك بيأسست بيشتغل معالي معلول بيصنع للمهاجم بيخش يقطع ويشتغل مع المجموعة في سيستم الراجل حطه في قرات السب فكل اللي أنا قلتولك ده أنه بيشتغل مع المجموعة فأحمل عبدالقادر لما وصل للقناعة أنه هيبقى شكله حلو وهيبتدي يرجع إليعب تاني لأنه عنده الموهبة يرجع تاني يلعب ويرجع ياخد مكان أساسي ويشكل خطر كبير جدا على حسين الشحات وعلى رضا سليم في الجبهة للشمال للنادي الأهلي لما ابتدى يلعب نشوف اللقطات سريعة عشان الوقت أنا عارف بيجري مينك يلا عبدالقادر يا شباب القطاط بتاعت أحمل عبدالقادر هتلاقي موجود في كل الإماركة الترك على دي بيدخل في العمق بيشتغل على الطرف معالي معلول بيصنع بيودي وسامة ابو عالي في انفراد بيودي توفن فراد بيعمل جابها ممتازة الشرط الأول للنادي الأهلي ناحية الشمال معالي معلول بيقطع في كرة صعبة جدا نادرة ما بيشوفش عبدالقادر كتير بيسجل بص هناك كريم وداخل انسايد بيشتغل كرجل ناحية الشمال كرجل صانع للعب البنترشن بتاع عمر راحت الكورة كان عمر راح كان بطيء شوية في الحركة فما لحقش الكورة دي لكن عملت خطورة للنادي الأهلي بعد كده كورة من رأسية نادرة لأحمل عبدالقادر كل دا تركيزة كريم من رأسية نادرة مشابهة لكورة الهدف لسجلها محمد عبدالقادر لكن المرات اللي كان قطعك كان أحمل عبدالقادر فلعيب لما يعمل كل دا بالنسبالي حتى لو ما سجلش حتى لو ما صنعش بشكل مباشر لازم أقول له برافو عليك انت رجعت عالتراك تاني اللي خلى الرأي انت أكبرت الراجل رغم عودة حسين الشحات ورغم وجود ريدا سليم انه يلعب بأحمل عبدالقادر في المباراتين مازمبي وزهابا ايابا طيب امام عشور امام عشور انت عينك بترتاح اول ما بتشوف لعيب شبه امام عشور في وسط الملعب عينك بترتاح السهل الممتنى انا اجيب له عشان الوقت برضو تلات لقطات في المبارات بسطة في الوقت الصغير اللي لعبه بعد التبديلة في الديئة 65 بتاعة عمر السلي اللقطة اللي ضحك عالناس كلها وخداعنا احنا وحنا عديد بنتفرج في الهدف بتاع علم علول الراجل ساحب الاساسيسر بتاع علم علول الراجل ساحب الفرقة كلها ووشه ناحية جوه الملعب والراجل رح قالب وش رجل اليمين لو نجيب اللقطة رح قالب وش رجل اليمين ورح مودي علم علول الواحد وخالص خالص في المساحة ناحية الشمال الكرة التانية بوش رجل وخارجي لأكرم توفيق السيست مباشر في الهدف التالي بوص هنا يا كريم الراجل جي فاتح الملعب ناحية الشمال هيستلم دلوقتي محمد عبد الملعب وهو باصس جوه الملعب هاتر فريم اللي بعده وهو باصس جوه الملعب دوصها كريم اتجاه اللعب ده بقولك انه هيباصل للعب اللي جنبه اللي في وشه ده او هيغير ملعب من حتى تاني او هيرجع تاني او هيقف عالكرة شوية لا هو عمل ده كله وفجأة الكرة بايت عندي علم علوم ما تسألنش ازاي هو عمل كده ورح قالب وش رجل ورح حاطيتها للراجل اللي دخل بعدها الجوم فساهم في الـ بشكل مباشر جدا في كرة الهدف بانه لمسة بسيطة مريحة السهل الممتنع السهل الممتنع ازاي انا عامل سكانينج وشايف شايف زماني ترجعات الكرة الكرة اللي بعديها الكرة اللي بعديها الاسيست المباشر بتاع اكرم اه اه توفيق اسيست بوش الرجل رجعنا كده انت كنت جايب بعد ده ده هاتها تاني اه نفس الصورة الاخيرة الاسيست بوش الرجل وده اكرم توفيق انفراد من وسط الملعب تقريبا من ناحية اليمين اللي كامل فيها وسجل الهدف التالت اسيست منتقى البسطة برضو اي حد يا كريم سهل ايرو عامل ايه هتطبطن رجلو هنا ناحية الشمال لكن الرجل اختار انه يحطها في الاوسع يحطها في الاوسع لانه عامل سكانين كويس فيحمد ربنا امام ويحمد ربنا كولر ويحمد ربنا جمهور النادي الاهلي على نعمة الرؤية اللي ما اقوله عندي امام عشور اكرم توفيق ان احنا نشوفه في الديئة 102 في المكان ده وفي السرعة دي وان نجع الهجومية اللي عنده بعد الدور الدفاعي والمجهود الكبير اللي الان بيه مع نادي الاهلي في اللقطة دي لأ لعاب كبير طبعا الترجي نهائي قدام النادي الاهلي كان بالنسبة لك الافضل ترجي ولا سانداونز لأ الترجي طبعا يعني الترجي التعامل بتاع النادي الاهلي والنادي الاهلي حتى معنوين على الترجي لا افضل بكتير انت انت بتشوف الظروف المبرانة في سبب عليها طريقة معينة خاصة في المبرانة اللي بتبقى دايما في الزهاب هناك في جنوب أفريقيا هم بيتعاملوا معانا بشكل مختلف عن باقي الفرق اللي بيلعبوها بيختار توقيت صعب على النادي الأهلي بتحس إن الظروف هناك ما بتبقاش مهيالة النادي الأهلي بشكل جيد فبحس دايماً سندونز خمال الخيار صعب النهاردة انت معاك التراجي فرقك ويسة مش واو بس فرقك ويسة بتلعب السهل في الكورة معاه مدرب زكي مدرب من المدربين البرتغاليين اللي بتلعب الأساس بتاع الكورة اللي أنا ما هيدخلش فيها جون بيلعب إنه هو عنده توازن في الفريق بشكل جيد لما بيتجروا بفرصة إنه بيوصل لمرمى الخصب بيقدر يتعامل بشكل جيد حايل إيه لا ماتش التراجي ماتش صعبة قوي قوي التراجي لحد نهاية شهر 12 مع كابتن طرق ثابت يعني مع كل احترام من المدير الفني السابق لفرقة التراجي شكل وطريقة ويخوف بدرجة معينة والسوبر الأفريقي كان شكله مغاير تماما النهاردة التراجي بشكل مختلف التراجي لم يسجل فيه هدف لمدة تمام مباريات على التوالي نحن نتكلم على الأرقام النادي بأهلي العظيمة جدا نسينا نقولها في المقدمة لكن أرقام عظيمة أنت بيت قلتها في الإنترو مشكورا أرقام التراجي مع ميجيل كاردوزو عظيمة جدا شبه لك ميجيل كاردوزو براحة فريرة مدرب الزمالك مع الزمالك لما جيت أقول القيادة الفنية وقدر إن هو يمشي معهم بالرن الممتاز اللي عمله نفس الشكل مجيل كاردوزو هو مدرب متخصص في الدفاع بشكل يكرهك في الكرة يخليك ما تلعبش كرة بيعرف يدافع بشكل عظيم جدا فيه لقطات التعرض وإحنا بنتكلم وعندهم حارس كبير اللي قطات بتاع التراجي وسندوز عندهم حارس كبير قوي اسمه أمان الله هو أمان فعلا هو أمان بالنسبة للجامير النادي التراجي أمان الله ما ميش واحد من أهم العناصر الوعدة في الكرة التنسية الفين واربعة مريد الفين واربعة لعيم لسه تام من عشر تيام عشرين سنة هو مواليد على ما أتذكر واحد وعشرين إبريل أو اتناشر إبريل حاكل دي واحدة من اللقطات اللي كان نجم المباراة النهاردة وأمان الله ما ميش ماشي 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 سوربقة كلها وشوف الرجل شال كم تصدي كلها كرات صعبة جدا الحارس صغير السن كبير الإمكانات الحارس ده مداخدش فيه جنف دوري أبطال أفريقيا يا كريم هو صاحب الرقم القياسي بالمناسبة الرقم القياسي الذي لم يحدش في تاريخ دوري أبطال أفريقيا هذا الحارس الصغير أمان الله ما ميش وهو على بالنسبة لمباراة النهائية غير إنها مباراة على بطولة ما بين فرقتين كبار عندهم ألقاب كتير ما بين مصطفى شبير وأمان الله ما ميش مين فيه متوج بالحارس الأفضل في البطولة بلا شك اللي اتنين عاملين بطولة كبيرة يمكن مصطفى عنده إيه جعلة أمان الله ما ميش إنه كل المباراة عملة كلين شي أمان الله ما ميش قبل الرن الأخير كان عنده مباراة الليل السوداني مباراة كريسية بتلات أهداف لكن بداية من المسم السنة الحالية اللي هي الفين واربعة وعشرين في التمانية الأخيرة مباراة أسيك ميموزا بيترو لواندا مقدمين أداء دفاعي ولا أكبر ولا أفضل مع ميجيل كاردوزو مباراة تكتيكية مش مباراة لعيبة سانداونز فرديا عناصر عظيمة لكن فرقة التراج دلوقتي تكتيكية فرقة صعبة جدا جدا تسجل فيها هدف اللي هيدافع أحسن في مبارتي النهائية سواء ذهابا في تونس أو قيابا في القاهرة هيقدر يكسب بالمباراة وإن شاء الرحمن تكون البطولة كما هي العادة في الجزيرة والأهلي يقدر أن يحافظ على لقبه اللي خده من قلب تونس قلب المجرب يكون في القائمة جيمي شرفت ونورت بشكرك شكرا جزيلا شعب شرفت ونورت أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى ألف من يوم مباروك للنادي الأهلي الوصول للمباراة النهائية لمرة الخمسة على التوالي كما جرت العادة فعلا النادي الأهلي الاستثناء هو أن نادي الأهلي ما يبقاش في نهاء البطولة قاعدة أن الأهلي يبقى موجود في نهاء البطولة بينا نسأل دايما كل عام مين هيلعب الأهلي في النهاء هذا العام الأهلي والترجي في نهاية دوري أبطال أفريقيا الأهلي يتخطى مازينبي اليوم في مباراة العودة بالشلسية النظيفة بعد التعادل السلبي زهابا واليوم مبروك للنادي الأهلي إدارة وجماهير وجهاز فني ولعبين اختام حلقتنا النهاردة أشوفكم يا رب على أدخل اشتركوا في القناة